غالبيتهم الآن كن مساء آه طبعا طبعا أكيد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجاهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا اليوم في ضيف رائع عزيز جدا على قلبي بصراحة أنا أنا ما حكيت معه من قبل ولكن إله أنا ما كاني خاصة أخونا خلف خلينا رحب فيه أهلا وسهلا فيك أخي خلف يا أهلا ومرحبا بعزيزي جان وفرصة صعيدة أهلا وسهلا فيك خلف خلف طبعا أنت غني عن التعريف وما في داعي يعني أنا أعرف فيك بس كما جرت العادة في البرنامج بما أن أول مرة تكون ضيفة علينا في البرنامج وشرفتنا بهالإطلال الكريمة هاي ياريت هيك بطاقة مختصر عن شخصك الكريم بطاقة تعريفية طبعا أهلا وسهلا فيك أخ جان ومشاهدين ومتابعين أنا اسمي خلف يوسف أردني مقيم حاليا في كندا ناشط في حقوق الإنسان نشاط طبعا نشاط شخصي مجهود شخصي يعني إنسان إنسان غيور على الإنسان إنسان مهموم عنده همومه في مجتمعه الشرق أوسطي وما يحدث في الشرق الأوسط بس هذا هو أحلى خلف خلفة أبل ما نبدأ بالأسئلة الروتينية عنا كيف شفت كندا؟ كندا طبعا دائما الخيال مش زي الواقع واحد بتخيل شيء في باله ويرى شيء هو يعني الجمالية كنت أتخيلها جمال وحرية وكذا بشكل معين بذوق معين لكن أنا شفت فيها يعني ما جيت على الواقع رأيتها بجمال آخر يعني رأيتها ما نصدمت مثلا بناحة الجمال والنظام والأبنية وإلى آخره ممكن صدمت بالصعوبة في الحياة هون يعني الثقافة نوعا ما شوي صعبة مش صعبة إنك يعني تتعلمها صعبة تتأقلم عليه بالنهارة تتأقلم يعني بالنهارة تتأقلم الغلاء هون في يعني في فانكوفر بالذات الغلاء بكندا شكل عام وفي فانكوفر بالذات في غلاء معيشي النظام النظام هون نظام جدا صارم الترتيب منظمين بكل شيء اهتمامهم بحقوق الإنسان عندهم تركيز على الإنسان وعلى البيئة بشكل عام يعني دولة دولة رائعة بكل المقاييس إلا يعني الصعوبة بس في هذه النقطة يعني ممكن أنا البعض بقول لي راح تكون راح تتواجه يعني أول ثلاث سنين في الصعوبة بعد هيك راح تصير إنسان آخر ورح تنتج ورح تصير يعني مصدرك الرزق الخاص فيك ورح ترتاح أكثر آمل يعني على آمل هذا أني أستطيع أني أنجح في هذا صراحة بصراحة أنا عندي تجربة يعني عندي تجربتين مع اليونان ومع بريطانيا يعني هي الأول سنة بس تقدر اللغة يعني تقدر تتعامل مع الناس بلغتك بتحس حالك في المهمة الكبيرة انتهى يعني مسألة أول ملتزوية ثقافة مختلفة يعني يعني ثلاثة أربع سنين بتلاقي حالك صدق المجتمع ذاته يعني مجتمع الكندي يعني مجتمع متعدد الثقافات كون الاندماج السهل كتير بها المجتمعات في في شي مقارنات خطرة عبالك بعد ما دخلت شهر شهرين يعني مقارنات بين شرق الأوسط هو 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 كوجه مقارنة يعني للأسف ما في وجه مقارنة يعني ما تطلع انت مثلا أنا خرجت من الأردن إلى لبنان في نصف 2014 وصلت لبنان في مساء يوم الجمعة ب 35 2014 طبعا المقارنة بين وضع لبنان والأردن يعني لبنان وضعها مأساوي في الاقتصاد مأساوي في النظام مأساوي في ما في مي ما في كهرباء نوعا ما الأمن غير غير مستثب والتأخذنيش يعني خليكون صريح يعني وواضح الأحزاب السياسي هناك كل حزب عامل في حكومة وعملين فيها كل دولة كل كل منظمة أو حزب مع مسلح وعمل في حكومة والناس الشعب رايحين في الرجلين يعني ما في نظام ما في دولة هناك فعشت سنة ونصف تقريبا يعني عشت حياء السنة ونصف لبنان كنظام وكوضع اقتصادي كماء وكهرباء ووضع مأساوي ولكن تعامل مع الشعب بصراحة يعني هناك سكنت في الضاحية الجنوبية الكلام اللي بيحكوه على فكرة ونكون يعني واضحين وصريحين الكلام بيحكوه موضوع الشيعة ومشيعة بيعرفوني أردني كان يعرفوني أردني وبالتالي اني سني ومع هيك ما وجدت منهم إلا كل يعني مود واحترام هذا الظاهر إلا أنا أتكلم بالظاهر لكن في البطون أنا ما بالبطون ما أعلم ما في بطون ولكن يعني كمان حتى لو كان في بطونهم يعني هم مش بحاجي إلي أنا بحاجي إليهم يعني كنت فمش بهم فنوع بيقول لك إنهم بمارسوا التقية وما التقية مش بحاجي أنا ماشي التقية أنا نقطة ضعف يعني أنا في نقطة ضعف يعني ما بقدر إني أتنمرد أو إني مثلا أعد مثلا أشرك وغرب بالكلام وقود ألقح كلام عليهم لأن أنا بحاجة إليهم مش هموا بحاجة إيدي فأنا عشت فترة في لبنان سنة ونص بالضاحية الجنوبية ما شفت بشكل عام ما شفت منهم إلا كل خير بالتعامل معاي وكون صداقات هناك وكل اللي كون صداقة معهم كلهم شيعة وفي آخر تقريبا أربع خمس شهور الغالبية منهم عرفوا أني أنا كانوا يعرفون أنا ملحد ومع هيك يعني ما وجدت منهم أي صد ورد ومن هالكلام يعني ممكن للبعض شوي يعني تحفظ معاي بالتعامل يعني أنه أنت ملحد من الكلام لكن الموضوع الآخر الموضوع الآخر بتعرف فيه موضوع الميول الجنسي هذا طبعا أنا شيء أنا ما سطعت أني أبوح فيه لأنه حتى لو لبنان كان فيه نوع من من التحرر إلا لا زال لا زال الموضوع العقلية الشرقية ما زالت موجودة عند الغالبية يعني تجد أنت التحرر بس موجود في في بيروت العاصمة تجد هناك التحرر تجد هناك تجدها يعني عبارة عن دولة أخرى غير باقي المناطق اللبنانية ف اللي صار إنه اللبنان وضع لما سافرت من لبنان على كندا موصلت كندا هون ما فيش مجال المقارنة نك تقارن بين وضع الشرق الأوسط وكندا دولة غربية دولة صناعية دولة قانون دولة قانون دولة الحكم فيها متداول كل شيء مكشوف أمامك مكشوف ما في البغلط إن شاء الله الرئيس الدولة بغلط بتحاسب وبتحاكم وعلى الفضائيات أمام الناس كلها في يعني الموضوع ما فيش فيها لف ودوم لكنك في الشرق الأوسط نقارن نقارن بعض النقاط نذكر بعض النقاط النظام المحاسبة عنصر المحاسبة تحاسب الإنسان المفسد الإنسان المرتشي بتحاسب حساب عسير وما في لحية مشطة بلادنا العربية بلاد العرب والفروسية والشهامة والمعرف إيش تجد الحرمنة بعصابات مافيا عشائرية قبلية مناطقية هذا منين أصلك أنت وهذا منين أصلك أنت وهذا منين عشيرة وهذا من عين طبيلة ويعني صاحبي قريبي من عشيرتي من حزبي كلها بتغطي على بعضها البعض وكلها بتغطي على فساد بعضها البعض غطي على فسادك عشان بغطي على فسادي عشان أغطي على فسادك ونتفق مع بعض ونتقاسم الهذا والناس الناس همها بس تلاحق الآخرين إنه ليش أنت تنام بغور شو بتعمل غرفة النوم ليش أنت ملحد ليش أنت بتفكر طب أنت جابت مهتم فيي أنا وتارك اللي بسرقك وبينها باك طبعا ما في وجه مقارنة يعني موجته هن جيت على كندا فرحت كنت يعني فرحان وقلق بنفس الوقت ولا زلتي يعني مرتاح ومتأمل وفي عندي خطة يعني بعرف إنه مجهودي الببذله ما بيضيع بعرف على يقين إنه الناس بيساعدك بيعرفك ما بيعرفك بيساعدك بتسأله عن شيء مثلا تحكي معها باللغة الإنجليزية وفي بعض الجمل أنت بتخطأ فيها بصحح لك إياها بيقول لك هو بفهم إيش بدك إياها بس بصحح لك الجملة بقول لك أنت قصدك كذا 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 يعني بساعدك في كل شيء إذا شافك معك ورقة وبتطلع أنت ومحتار وين تروح وين تيجي بيجي وعي بقول لك يبدو أنك ضايع وين تروح تورجي الورقة بيذلك أول مرة بتشوف آخر مرة يعني ف البعض بيقول لي أنت لا تسحر في كندا لا ما تحب كندا كثير عشان ما تنصدم بالواقع لكن إحنا يعني نظام القانون هي الشيء المسح البسحرك الشيء البسحرك القانون إنه في قانون والقانون فوق الجميع الأديان ما أديان إعبد الله زي ما بدك ابني مسجد ابني مساجد ابني كنائس ابني دير بوذي هندوسي وجدت جميع جميع أنواع المعابد اللي بتختر في بالك البوذية معابد بوذية مقامات يعني زي أشياء مقدسة بحطوها البوذيين الهندوس كذلك المسلمين المسلمين بطوائفهم المسيحيين بطوائفهم ولكن كله تحت القانون في قانون ضابط الجميع أي نعم هذا يعني باختصار يعني بصراحة بصراحة خلف أنا وحييك وشجعك يعني إنه هل نظرة لمجتمعك الجديد وكان وصيحة أخ أنا متغرب صلي تقريبا 25 سنة يعني تقريبا بال95 يعني 21 سنة متغرب دراسة 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 ثم الدراسة صح أنت في عمر مثلا 41 نحن عنا بيقوله مثلا إنه خطير هذا ورايح عليه شو دراسة شو يعني هي سرقافتنا للأسف الشديد بس صدقني هناك يعني never too late يعني مثل ما بولوا أنا هون شفت ناس صدقني بالستين والسبعين بيروحوا الجامعة وبدرسوا ولأوا بيدرسوا مهن تانية صدقني رجل سبعين كان بوقتها 73 74 جاي بتعلم الادهين بالكوليج يعني ادهان شو ادهان ما بدأ ما بدأ دراسة ولكن جاي تعلمها بالكوليج كنصيحة أخ ادرس سنتين ثلاثة أربعة بقصيرات بروحوا بس تمتلك شهادة مهنة تعتمد عليها مهنة ترفع رأسك ومنك بحاجة لأي شيء يعني مساعدات أو شيء من هالقبل صحيح صحيح أنا هون يعني لما حكيت لهم عن موضوع سألتم لما كنت أسأل لازلت أسأل يعني استفسر عن موضوع المجالات اللي ممكن أدرسها وهالعمر لما أحكي عن العمر لما أسأل عن العمر يعني يعني بمعنى كلامه أنت يعني 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 كلمة كلمة إن شاء الله عمرك مئة سنة أدرس وطالما صحتك فيك بتقدر تشتغل إيش تغل يعني إن شاء الله عمرك مئة سنة بتقدر بتدرس أي تخصص أي صنعة أي حرفة وبتقدر تشتغل فيها وبتقدر تنتج تكون منتج إذا صارت صارت فيك علم ما بتقدر تشتغل هذا الشيء ثاني الحكومة بتهتم فيه لكن طرما إنه صحتك فيك ما تسأل عن عمر تسألش هاي العمر هذا أكس عليه ما في عمر فهذا الشيء الروعة في هون في كندا وبشجعوك بشجعوك يعني بحمسوك عرفت كيف وبعطوك خيارات يعني 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 أكثر من خيار إنه تقدر تعمل خطة معينة تقدر تشتغل مثلا في الشغل مش بدوام كامل بجزء دوام أو عرفت كيف يعني في هون تقدر تشتغل كمان جزء دوام مش دوام كامل بحيث إنك تقدر مثلا تشتغل أيام العطلة الرسمية أو عطلات آخر الأسبوع وباقي الأسبوع بتدرس مثلا فهذا الشيء يعني هذا الشيء رائع تقدر بيعطوك مجال تنظم حالك تنظم وقتك بقدر تشتغل مثلا مسائي أو تدرس مسائي أو شغلة الدراسة ممكن مش داما تضبط معاك أنك تدرس في مساء غالب الدراسات بتكون صباحية يعني من الصباح لبعد الظهر بس الشغل تقدر تشتغل يعني part time أو يعني دوام كامل ولكن يعني هذا بشكل عام إنه بيعطوك مجال تنظم وقتك مش زي عنا في عالم العربي عالم العربي إذا رسب مثلا أو ما استطعت إنك بعد التوجيه الثانوية العامة مثلا تدرس لازم تدفع مصاري هون تقدر تعمل دين مع كيش مصاري تدرس بتقدم على دين مثلا تدرس على حساب الكلية كدين ولما تشتغل بتسده يعني هذي من أروع من أروع الشيء الممكن يخطر بالك هو موضوع الدراسة هو اللي أصلا يعني النجح الأوروبيين هو إنه بدرس والجماعة بيحبوا العلم خلينا خلف نرجع على نبدأ حلقاتنا طبعا سؤال متعودين علي الأسئلة المتعودين عليها ياريت تحكين مع نشقتك في المجتمع كالطفل كيف تلقيت الدين كيف كان تعاملك مع الدين كيف كنت تشوف الله أنت وطفل يعني كيف كان أهلك مسلا ربوك الدين ربوك عليه كيف كان عملوك كيف فرضوه عليه كلما فرضوه اختيار حكينا عن طفوله وتجربتك الطفولية مع الدين طبعا المولود في عائلة عائلة رفسها يعني متدينة عائلة متدينة سنية وذات طابع بدوي ريفي طابع بدوي ريفي تمام الوسط العائلي والوسط يعني على جميع المستويات مستوى العائلي مستوى الحي مستوى المنطقة لنا فيها كلها كانت متدينة يعني يعني اللي تعودت اللي صحيت عليه ما صحيت إلا على لحة لحة رايحة لحة جاية عرفت كيف طبعا وراثة يعني هو كالعادي وراثة كدين كمذهب وكدين وكتدين العائلة طبع عائلتي طبعا من النوعية ما بدأ من قسم طبقية نقول طبقية طبقة وسط أو عليا أو دون أو ما بعرف شو بتتقسيم هذا اللي بيقسمه يعني أقل من الوسط يعني بتقدر تقول أقل يعني من ناحية المادية واقتصادية يعني أقل من الوسط أقل من الطبق الوسط طبيعية يعني عائلة يعني بشكل عام زي أي أغلب العائلات العربية والمسلمة يعني تربية عادية يعني ولكن هي طابعة الديني طابع متدين كان نعم هذا باختصار نعم أمث بدأت بالصلاة موضوع الصلاة طبعا التدين هذا ما تقول تدين إذن الصلاة يعني وخاص أكثر شي يجي التدين من جهة الوالدة يعني أكثر شي تلزمك يعني كانت تلزمنا في الصلاة تلزمنا في الصيام اللي هي الوالدة فيعني بالنسبة للصلاة أنا يعني الأخوالي من جهة أخوالي كذلك والدتي وأخوالي هم اللي كان يخذوني للمسجد يلا على المسجد يلا يخلف على المسجد يكون العبثا بالشارع يلا يخلف على المسجد يشت العب بالشارع الدبش سامع الأذان يلا على المسجد فالصلاة يعني كانت عبارة عن تلقين يعني أروح وأجي ما أفكر حالا أنا في المسجد صحيث يعني وعيت على حالي وأنا موضوع الصلاة لما تيجي وقت الصلاة لازم أتوضع وحصلي إن شاء الله تكون في خمارة وأذن تروح وتوضع وحصلي يعني عرفت كيف البرمجة بتكون واحد لكن فعنا عمر ثمان سنين الصيام وصلاة الثمان سنين كان عمري ثمان سنين صيام وصلاة بالتزام كامل لكن كالتزام تدين يعني غير تقليدي يعني تدين بلحية وإلى آخره ومجالسة المشاريخ وإلى آخره هذا كان في سنة تسعين أو واحد تسعين سنة ألف تسعمية تسعين واحد تسعين بالضبط بالضبط أيام حرب الخليج لما داخل صدام حسين على الكويت في ذاك الوقت صار تطلع يعني نصير أحداث معينة مثلا في الدول العربية حرب العراق إيران أبعاها يعني الحرب العراقية الإيرانية والانتفاضة الفلسطينية الأولى وتبعاتها وحرب اللبنانية وإلى آخر هذا كله ضوعاء يعني فكل مرة تعرف المشايخ بصيروا يعملوا إسقاطات بالأحداث مثلا بين النصوص الدينية الحديثية والقرآن وبين حدث معين وقل لك هذه من علامات الأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه كذا وكذا يحدث كذا وكذا 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 وهذه وها هي قد حدثت وانطبق فبيعملوا إسقاطات فأنا من ضمن الناس اللي تأثر بهذه الإسقاطات وبالكتب والمنشورات اللي كانوا يعملوها فالتزمت كان هذا التزامي وتديني بدايته كانت 1991 تقدر تقول هالعمر هذا أظن كان أصبح 14 15 16 أنا موليد 74 موليد 74 يعني بداية تقول 14 15 تقريبا بهالعمر هذا خلفة شو الأسئلة اللي كل إنسان بهالعمر هاد بتجي الأسئلة الحقيقية بصير ويبحث عن مسألة الله شو الأسئلة كانت تخطر لك مثلا كيف كنت تجاوب عليها كيف كنت لقي الحلول مثلا الموضوع أول شي التقديس يعني ما تكون عندك شيء مقدس نص مقدس ومفهمة القداس الشيء إنك ممنوع من ما تتعامل مع هالشيء هذا كتعاملك مع الآخرين أو تعاملك مع الأشياء الأخرى أو مواضيع الأخرى مثلا تجد مثلا الإنسان في تعامله مع أصدقاؤه تعامله في الحياة اليومية مع الآخرين تجد العقل والمنطق والذوق والرحمة والعدل شيء فطري مباشرة بكون حاضر فتنت بتنتقد مباشرة بتنتقد فلان إنت ليش عملت هيك حرام عليك عيب عليك كذا كذا إلى آخره لكن لم يصل الموضوع للشيء المقدس كل هذه الأشياء تتعطل العقل والمنطق والذوق وكل شيء تعطل إذا لم يتعطل يعني ممنوع أنت تخوض في أنك تفهم أنت وتحاول تفهم الأخرين هم يفهم بالنيابة عنك أنت ما عندك علم ما عندك كذا ما عندك الطلاع لا تفسر لا تحكي لا تخوض في مناس متخصصين في هذا الموضوع فالبمر علي يعني اللي كنت ما كنت أقرأ مثلا يعني بالصير كالتالي الإنسان المتدين يميل في طبعه للشيء اللي فيه الرحمة اللي فيها الود اللي فيها الروحانية اللي فيها الأشياء فبينتقي يعني هذا الآن اللي بحدث وحدث منذ القدم أنه المشايخ أو الناس اللي عندهم علم مطلعين ينتقوا يقتبسوا من التراث يقتبسوا ويجعلوا بكتب صغيرة أو بمشرة صغيرة ويقول لك محمد الإنسان مثلا تعامل الإنسان مع أصحابه تعامل الإنسان مع زوجاته تعامل الإنسان مع الآخرين من الغير المسلمين وهكذا فتجد فترسخ عندك القاعدة لا تعلم غيرها ما تعرف بالإسلام غير هذا الشيء فتتكون عندك الصورة مثلا أنه محمد الرحمة محمد العاطفة يعني العاطفية محمد الرحيم محمد المحترم الذي يحترم الآخر وإلى آخره أما أنك تجي تقرأ أما يجي الفرد الإنسان المسلم المتديني يقرأ من أمات الكتب من المراجع نفسها هذه نادرا جدا 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 فإنسان يقرأ مثلا في آيات مثلا آيات القتل إحنا في مثلا في التدائي مدرس لازالوا بدرسوهم غزوات النبي غزوات النبي فسابقا بسبق لك محمد رحيم محمد رحيم وكذا وإلى خير ولكن شديد على المعتدي وبيدافع عن أرضه بدافع يعني جعلوها موضوع دفاع يعني أنه فسرون الغزو على أنه شيء دفاعي ولحد الآن بفسروها أنه شيء دفاعي وشيء يستبق العدو يعني أنه على وشك أنه العدو أو يهم العدو بفعل غزو أو اعتداء على المسلمين فالمسلمين بيستبقوهم وبيغزوهم من هذا الكلام أكثر شيء اللي كان يقرقني واللي كان يزعجني يعملني نوع من الإزعاج نوع من الارتباك أنه الدموية عرفت كيف يعني مثلا في قصة عبد الله بن مسعود هدرسون إياها بالابتدائي أنا درستها بالابتدائي في معركة بدر قصة عبد الله بن مسعود بشكل سريع عبد الله بن مسعود والمعروف بأبو جهل هو أبو الحكم لهم قصة في مكة في بدايات الدعوة الإسلامية أنه عبد الله بن مسعود استفز الصحيح أنه استفز أبو أبو الحكم فأبو الحكم لطمه يعني ابن مسعود راعي غنم ما احترامنا للصنعة يعني هي مش عيب ولا شيء ولكن يعني التقسيم الطبقي والإداري والجهوي وإلى آخر تتحتم منه نتكلم هيك فعبد الله مسعود راعي وأبو جهل سيد بن سادة مكة معروف أبو الحكم فعبد الله بن مسعود استفز أبو جهل أو سمى أبو جهل واستفزه بآية قرآنية أو إذنه أبو الحكم لطم عبد الله بن مسعود فقطع جزء من ذانه قطع جزء من ذان عبد الله مسعود فذهب مسعود والدماء على وجهه إلى النبي محمد وقال له فصار فأخبر أنه في الحديث طبعا أنه قال فيما بعد يعني بمعنى الكلام أنه فيما بعد عن قريب رح تأخذ بثارك رح تأخذ بثارك منه فبعد الفترة بعد الهجرة وإلى آخر واستقرارهم في المدينة وبعض الغزوات حدثت بعض الغزوات وحدثت غزوة بدر الكبرى صارت المعركة جرح أبو الحكم وسقط فجاء بن مسعود إلى أبو الحكم ووطأ على صدر أبو الحكم قال أبو الحكم لقد اعتليت مكانا بما معنى كلامه اعتليت مكانا لم يعتليه أحد قال يا رويعي الغنم يعني بالتصغير يا ما قال راعي الغنم يا رويعي الغنم فبيحكونا أنه احتز رأسه سحب سيفه واحتز رأسه حاول يحز عنق أبو جهل قال بيقول لك السيف كان لم يكن حاد كافي فتناول سيف آخر واحتز عنق أبو الحكم أبو الجهل وأخذ رأس أبو جهل وجره إلى محمد يريد أن يعني يريد الأذن بالأذن والرأس زيادة يعني أنت طبشت يعني هاي أنت خذت ثارك بأذنك هاي الأذن بالأذن والرأس زيادة يعني خلص زيادة يعني هذا ضحوك القتال هذا حبيبنا بالضبط ضحوك القتال يعني ضجئتكم بالذبح إينا أخي ضرب العناق وأضربوهم فوق كل بناء من هالقصص بالقرآن وبالسنة فالشيء اللي كان هي لما يحكو هاي القصة ما كنت أشعر بسعادة يعني لكن من نفس الوقت شيء مقدس أنا ما عندي شيء بداخلي أنفر منه ولكن من نفس الوقت كنت أبحث عنه يعني تفسير أبحث تبرير أبحث شيء أني أطمئن إله أنه أنا أتقبله هذا أتقبل هذا المنطق وهذا الواقع بصدر رحب على الأقل بتسليم على الأقل بتسليم فكأكثر شيء كان يقرقني الدموية في التراث الإسلامي الدموية والهمجية في التراث الإسلامي أينها طيب يا ريت أنا مثل ما بعرفه وأصدقائنا كلهم يعرفوا أنك كنت إمام مسجد حكينا رأيتك من بدأت بالتديم بهالعمر هذا لحتى صرت إمام مسجد وكيف كنت تعامل الناس كيف كنت تعامل نفسك كإمام مسجد يعني هاي موضوع نعم نعم هو من موضوع الإمامة والخطابة ما كانت خاطر في بالي أبدا الموضوع التدين بدأ مثل ما حكيت لك في سنة التسعين واحد تسعين بسبب النشاط المشايخ والعادة عند المشايخ اللي هي استقطاب الناس بأسلوب الإسقطات النصوص يسقط النصوص على الأحداث فيجلب الناس لهم فصارت حرب الخليج وانتهت حرب الخليج حرب الأولى والثانية في سنة الثلاثة تسعين أربعة تسعين نهمكت في صار عندي نوع من النهم ما بعرف شو اللي صار معي أنا أقرأ ما أقرأ الكتب من أمات الكتب أقرأ المؤلفات يعني يأتي إنسان ويألف بيقرأ هذا الإنسان هذا الشيخ بأمات الكتب ويقتبس ويضع في كتاب ويطبعه فالناس تقرأ هذا الكتاب لا تعرف ما يوجد في أمات الكتب إلا يوم الأيام اللي صار معاي أنا بدأحكيك بالضبط شو اللي صار يعني كيف وصلت لموضوع الإمامة الشيخ من مشايخ السلفية بالذات وهذا العجيب في الأمر وجدني مرة بدرس في مسجد عن الصوفية والأشاعرة وبحذر منهم وكنت طبعاً في بدايات التزامة كنت سلفي الغالبية الغالبية من المسلمين الآن والالتزام في التدين هي على الطريقة السلفية الحنبلية بفضل السعودي طبعاً السعودي تضخ النفط وتضخ معها الكتب والأشرة وتضخ معها فكرها للعالم كله فاللي صار إنه شاف الشيخ تحمسي في بعض سسرة دلوس أعطتها في بعض أحد المساجد قال يا خلاف خذ قاعدة لما بدك تدرس مذهب معين أو دين معين لا تأتي إلى المخالف إلى المذهب المخالف وتقول لو مثلاً تسأله يا أيها المذهب المخالف ما رأيك في المذهب الذي تخالفه أو مذهب الذي تعاديه يعني يا أيها العدو ما رأيك بعدوك طبعاً هنا مش راح يكون في أي انصف العدو ما بنصف عدوه أبداً قال لا تسأل المذهب المعادي عن المذهب الذي تريد أن تدرسه لا اذهب إلى النفس المذهب هذا وأدرس المذهب أو أدرس الدين من مراجعه لا تسمع عنه اسمع منه قال ولكن مش راح تكون على علم وتكون متعلم وتفقه وكذا طبعاً رجع رجع رجعني للنقطة يعني رجعني آخر شيء أخذني ورجعني للنقطة اللي أنا بتدأت منها يعني بدي يعني أدرس الدين المذهب على المذهب السلفي وبنفس الوقت إذا بدي أدرس مثلاً ما أدرس أراء من خلال ما أدرس من خلال ما أدرس من خلال عن الذكرة لحظة هو مالا إنك رس أرد عليه و... هذا لا لا خلص رفض يعني للأسف المفروض إنه نعمل الإعدادات إنه... ولا إما خد راحتك وإذا بدك الشي الفيسبوك لا 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 بس هي إنه يعني بدون لا إحم ولا دستور جمعها بيجوا بتصبر إنه لا استئذان ولا استئناس ولا شيء المهم فأنا كثير متعودين عليهم هيك فأنا يعني لنصيحتي نصيحته هذا مرسخت عندي يعني حطيتها في ذوق فعلاً إنه يعني ليش أنا طب يعني هؤلاء مثلاً متمذهبين مذهب معين مقتنعين فيه معقول إنهم يعني مقتنعين بشيء من خيال خلاص بدون أي دليل أو بدون أي نصوف فبدأت معي أنا أول كتاب بدأت أقرأه من سنة الأربعة وتسعين كتاب سيار أعلام النبلاء للإمام الذهبي سيار أعلام النبلاء للإمام الذهبي هذا كتاب في علم الرجال تراجم الرجال يعني اللي هي الأشخاص الشخصيات التاريخية في الإسلام متى ولد متى كيف نشأ إلى كيف تعلم تاريخه في الغزوات إذا كان صحابي مثلاً أو إذا كان تابعي أو عالم أو خليفة أو إلى آخري أعلام أعلام للتاريخ الإسلامي طبعاً هذا الكتاب كان جاء قراءتي إله بعد أحداث معينة حدثت معي أحداث قاسية جداً يعني هزت كياني فكانت هي بداية الانطلاقة إلى دراسة المذاهب الأخرى والأفكار الأخرى من خلال هذا الكتاب يعني في أشياء هذا الكتاب يعد مرجع يعني مرجع في تراجم الرجال مرجع أساسي مهم عند مذهب الأهل السنة والجماعة عند طائفة أهل السنة والجماعة فغيرت مفهومي لكثير أشياء فبدأت أنا أدرس باقي المذاهب الأخرى وأدرس من كتبهم وقارن وكذا فصرت أتبنى لما أقتنع في مثلاً فكرة معينة أتبنىها فصار عندي موضوع يعني للملكة النقد أو الرفض التناقض حتى لو كان شيء كنت أنا أدرسه في ممضة ودافع عنه وأدرسه وأنظر فيه وأكتشف إنه والله كنت على خطأ فمباشرة أدخل عنها وأعلن أنه لا أنا كنت أقول كذا وكذا وكذا كذا لا أنا كنت مخطئ كنت مخطئ وأمام الناس يعني كنت مخطئ والآن تبينني في فكرة معينة مخالفة مخالفة ولها دليل قوي فأنا أتبنىها فالناس كانوا ما يعرفوا هكذا خلف لا هو سني لا هو شيعي لا هو إباضي لا هو زيدي لا هو صوفي لا هو أشعري لا هو معتزلي فكنت يعني أنا زي ما تقول لام أو جامع يعني من الأفكار مش بمعنى بهدف أني أجمع لا إنه خلص بيقولوا بالشيء مخالف أتبنى إذا كان دليلهم قوي أتبنى فبقيت على هذه الحالة إلى أن وكنت أشتغل يعني بعد الثانوية العامة في السنة الـ 94 انتهيت من خلص الثانوية العامة ما استطعت أني أكمل دراسة لأسباب مادية أكثر شيء أسباب مادية ما مقدر يعني أدرس اللازم أجيب معدل عالي جداً حتى أدرس على حساب المكرمة الملكية في الأردن ولكن ما أستطيع أني أدرس فكان إنه خلص توقفت عن إكمال الدراسة وأنهمكت في دراسة الدين في القراءة مش من باب التخصص إني يعني أتخصص إني أكون مرجعية لا من باب التعلم بدي أعرف إيش هذا الدين بدي أعرف تاريخي بدي أعرف ديني إيش هو إلى السنة الـ 2008 وبعد أحداث كثيرة يعني طويلة جداً ما بدنا نحكيها اللي اخترح علي موضوع الإمامة وإني أتوظف بالأوقاف وكذا اللي هو أخوي يعني أخوي اللي الأصغر من الكبير يعني من أحد أخوتي قال أنت ملتزم تدين وكذا وتحفظ قرآنه ليش ما تتوظف بالأوقاف فكانت وظيفتي بالأوقاف في سنة الـ 2008 قبل الـ 2008 كنت متبرع بالخطابة والإمامة أتبرع في المساجد ويعني ناس يطلب مني خطوة يوم الجمعة أروح أخطب مثلاً بالنيابة عنهم مثلاً بدي غيب أو إلى آخره فكان بدايات الإمام والخطابة نوع من التبرع نوع من التطوع حتى صارت وظيفة رسمية في الـ 2008 لكن إيش الموقفي يعني الآن إيش الأشياء اللي كنت أطرحها بالخطابة خصوصاً إني حتى آخر يعني ظليت بالأوقاف حتى بعد الحادي يعني كنت ملتزم بالأوقاف وكنت إمام وخطيب وأنا ملحد هاي هي نقطة نقطة رائعة هذه النقطة البعض بقول أنت شو أي نوع من الكائنات أنت؟ شو نوع الانفصام الشخصي لها؟ خلق بلا ما بتعلي حديثك قبل ما نسلم ملحد أنت ملحد قبل ما تلحد وانت إمام لما كنت تلقي خطاب مثلاً للناس عن غزوات عن سيرة النبي وانت في داخلك هالتساؤلات هاي عليها كيف كنت تحاول تقنع الأشخاص المقابلك يعني هل تبرر هل تفضل؟ طبعاً هو أسلوب الإقناع لما تكون أنت مقتنع في شيء ومؤمن فيه مقتنع فيه ومؤمن فيه بطريقة وبأخرى مصدق يعني الإيمان هو التصديق بالشيء أنك تصدق الشيء بحيث أنه لا يشوب هذا التصديق أي شك لا يشوبه أي شك هذا هو مفهوم الإيمان حتى لو كان هذا الشيء غيبي شيء سماعي أنت سمعت فيه شيء سمعي بسمهم السمعيات شيء سمعنا به ولم نراه فشيء من الغيبيات عالم الغيب أنك تؤمن وتصدق بوجوده بشكل بتسليم مطلق بتصديق مطلق بحيث لا يشوبه أي شك فلما تكونت بهذا الحالة وبهذا القناعة أو بهذا الإيمان فأنت تجد لنفسك مباشرة أسلوب في الإقناع والأسلوب في أنك تقنع الآخر فكان عندي يعني هي نوع من مش دراسة أو تخصص بصير عند الإنسان نوع من الملكة يعني بصير نوع مباشرة يعني كأنها فطرية لا أدري هي فطرية أو لا إنه بصير عندك أنت أسلوب بصير تربط النصوص في بعضها مثلا تربط الأحداث في بعضها فتخرج آخر شيء الإنسان أمامك بخرج بفكرة دخل على المسجد مثلا دخل على المسجد بأفكار معينة ويخرج بأفكار معينة من الشرط يكون كل الأفكار اللي طرحتها تكون مقنعة إلو أو تكون دخلت إلو ولكن على أقل كنت أؤثر كنت أؤثر في الناس في بعض المسائل مثلا موضوع الصحابة مثلا موضوع الصحابة هذا كان أكثر شيء أنا أكثر شيء اللي خلاني أضع حد للموضوع التقديس بدأت موضوع الصحابة موضوع الصحابة خط أحمر ممنوع تقر ممنوع تنتقد ممنوع تحكي يعني هاي من أشياء اللي بسموها الثوابت من رأى النبي ولولي لحظة رأى النبي فهو صحابي بالتالي هو من العدول الثقات مطلق التوثيق مطلق العدالة ويستحيل يستحيل أن يكذب هو عدالة نعم الضبط ممكن يكون الضبط اللي هو بسموه الضبط اللي هي الذاكرة الذاكرة الحفظ والذاكرة هاي بسموها الضبط أما العدالة تتعلق بالأخلاقيات أو بالأخلاق اللي هو السلوكيات إذا كان العدول يكون ما يكون أتى كبيرة أو كان مصر على صغيرة وما ارتكب شيء من المخلات المروء أو يعني موضوع العدالة المفهوم العدالة عند العلماء المشيخ الإسلام فمثلا نضرب مثال عن موضوع الصحابة لما بدأت موضوع الصحابة عند أهل السنة والجماعة بالذات موضوع الصحابة خط أحمر ممنوع الاقتراب لما يجي خلف مثلا ويقول لا موضوع الصحابة مش خط أحمر موضوع الصحابة موضوع الصحابة ما تروح في القرآن كيف تجي تقول لي أنت مثلا القرآن الصحابي لا يستحيل كذب طب القرآن بيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بصورة النور اللي حديث الإفك على حديث اتهام عائشة بالزنا العصبة باللغة العربية ما بين العشرة والأربعين فلما تقول لي أنت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني منكم أنتم يا الصحابة أنتم من حوالين الرسول أنتم يعني لما يقول القرآن يؤلف ويتم صياغته في زمن النبي محمد لما يقول منكم عصبة منكم يعني المقصود فيها الصحابة بديهيا يعني والإفك الإفك هو أشد أنواع الكذب ولما يجي واحد يقول لك لا ما استحيل الصحابة يكذب طب هو القرآن بيقول لك إن الذين جاءوا بالإفك يعني الذين كذبوا عصبة له واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين أربعين واحد على الأقل أربعين واحد فكنت أما أطرح الموضوع صير للجدلية خاص ما بين تعلق بين ما حدث بين علي ومعاوية بالذات يعني فكانت الجدليات وكانت هذه الجدليات تفتح مواضيع أخرى لها علاقة بالعقيدة لها العلاقة بالفقه لها علاقة بالمذاهب وإنه يعني تربط هذه المذاهب تربطها بربط مباشر فيما حدث بين الصحابة يعني البعض يسأل بيقول لك شو السر ليش هالتفرقة وليش هالمذاهب هذه لكن الغالبية الصحقة من الناس لا تفهم ولا تستطيع أن تقرأ في أمة الكتب وتربط بين هذه المذاهب وبين الصحابة الصحابة كانوا عن مذاهب مش بس مذاهب واختلاف اختلفوا لدوجة القتل قتلوا بعض قتلوا بعض بدليل قال الله وقال رسوله معاوية لمحارب علي كان عنده يستدلبي قال الله وقال رسوله وكذلك علي بن أبي طالب وكذلك عائشة لما خرجت في الجمل وكذلك لما خرج على عثمان وقتلوا عثمان الصحابة قتلوا عثمان وهكذا الموضوع الإقناع حسب ما فهمت سؤالك موضوع منطلق يعني إقناعي للآخرين لما كون أنا مقتنع لما أنا أجد أجد مثلا تبريرات أو تفسيرات أو يعني أحاول أجد تمحولات مثلا شيء أجد إشكالية فيه إني أفهمه أو إني أسلم فيه فتجدني لأني بحاجة للهوية موضوع الهوية إليها علاقة موضوع الهوية إنه أنا كأنه إنسان مسلم يعني كيف بدي أترك معقول الإسلام غلط هيك يعني مستحيل يكون غلط لا إنه في مثلا أكيد فيه سوء تفاهم أكيد فيه شيء غلط فأجدني أبحث أبحث بالتفسير مثلا تفسيرات أو تأويلات أو تمحولات لحتى أنا أقنع نفسي إنه حق بالتالي أصير أقنع الآخرين بنفس الأسلوب كانت هي بداية النهاية لما توظفت الأوقاف كانت بداية النهاية على فكرة مش إنه يعني كمان كنت ملتزم أو كنت مؤمن يعني هذا الإيمان أكيد طب أنا راح أزاكر أصدقائي إنه بعد شوية راح أفتح للسكايب وكون تواصل مباشرة مع الأخ خلف أخ خلف بصراحة أنا كثير سعيد فيك وبيبيه هالوقت الرائع لعطواتنا إياه طيب أخي خلف خلينا نبدأ مرحلة الشك بالدين يعني لما بلجت الشك بكل معنى الكلمة إنه صار هون في عندك تساؤلات حقيقية ممكن توديك بداية يعني تودي إيمانك بداية خلينا نقول تحكينا عن المرحلة هي تفضل هي موضوع المقارنة صار عندي نوع مش ما بسمي يعني رسميا مقارنة مذهبية المذاهب والأفكار تأخذني إلها وتزدني على الأخرى هذه تأخذني وتزدني على الأخرى وهذا وأقرأ تاريخ هذا المذهب وتاريخ هذا الفكر وتاريخ هذه الفئة من المسلمين فصار عندي نهم في قراءة مش المؤلفات انتقلت من قراءة المؤلفات الرسائل الصغيرة إلى قراءة أمات الكتب والصحاح بدايات كانت أول شيء يعني لمع في رأسي إنه حديث بدء الوحي في صحيح البخاري حديث بدء الوحي إنه النبي ذهب إلى غار حراه لما نزل جبريد عليه وقال له اقرأ ما أنا بقارأ فنزلت كم من صورة صورة العلق ثم المدثر ثم المتزمل يا أيها المتزمل يا أيها المتزمل ثم بعض الصور ثم انقطع في الرواية بيقول لك فما لبث أن توفي ورقة ابن نوفل ما لبث أن توفي ورقة ابن نوفل وانقطع الوحي فترة الراوي ما عرف الراوي هو قصد فيها يعني ينبه الناس أنه يا هبايل انتبهوا يا هسترين انتبهوا اسمعوا اسمعوا ما لبث أن توفي ورقة ابن نوفل وانقطع الوحي فترة هو حتى فترة الوحي أظن يعني هو فترة الوحي فترة يعني مثل هيك ظرفوه يعني اظن ان بعض الألفاظ انه انقطع الوحي في فترة انه في الفاظ وفترة الوحي فترة الراوي الآن في هذا الوقت الآن مشايخ بيقول لك هذه اللفظة وردت لفظة يعني موجودة في البخاري انه قال و قال ففترة الوحي فترة حتى غدا النبي إلى شواهق الجبال ليلقي بنفسي او يتردى من شواهق الجبال من شدة الحزن بيقول لك انه هذه الجملة او هذه بسموها البلغات من بلغات الزهري واحد اسمه الزهري هذا الزهري قصته قصة هذا لحد المهم فالزهري بيسموه هو من الرواة ومن الدراجين يعني الذي يدرج بكلامه لما يروي الحديث بسمع الحديث عن شيخه ويروي واثناء روايته يدرج من كلامه يدرج بالحديث فبقول لك هذه من مدرجات الزهري لكن هي يعني ما حدا تكلم فيها يعني ما نتكلم فيها إلا قلة قليلة ما حدا تباهلها فهي من الصحاح بس سؤال هون يقصدك بالتدريج يعني البغارات اللي بحطة على الزيادات اللي بحطة عليها؟ ممكن هي ممكن أنك تسميها هيك أنه بيفسر بكون أثناء الرواية يشرح ويفسر ولكن لا يميز بين شرحه وبين النص الأصلي بين المتن الحديث أو النص الأصلي وبينها شرحه يكون شرحه ويعني مثلا قصة الأصيبيغ بن عسل قصة الأصيبيغ بن عسل مع عمر الخطاب لما كان يسأل يطرح أسئلة وخرج من مصر أعجز الصحابة لعمر والصحابة كلهم ما حدا استطاع أن يتجاوب على أي سؤال والرجل كان تلقائي صادق فلما جلبوه إلى عمر الخطاب وكان رجل صادق ما عنده وكان فيه شيء في غش في قلبه لكان أنكر لقال لا سألت ولا فعلت ولا ما فعل شيء فجاء إلى عمر الخطاب وسأله قال أنت سمعنا عنك تقول كذا وكذا وتسأل ماذا تسأل فقال يا أمير المؤمنين أسأل عن كذا وكذا وكذا واجئت على أمل أو عرج أن أجد أجواب عند أمير المؤمنين قال الآن آتك بالجواب فجاء نادى الجلاد أدخل الصحابة كلهم في المسجد نادى الجلاد يا جلاد اجلد جلد أول مرة حتى أدماه فتح الجروح في صدره في رأسه في ظهره في صدره في جسمه قال طببوه يعني عالجوه عالج ذراحه بعد ما طاب رجعوا مرة أخرى ثم يا جلاد اجلد جلد ثم يدمي حتى كرر الجلد والمعالجة أربع مرات يعني الصحابة يقول الصحابة أيها الصحابة يا ناس اللي بدي يسأل هالأسئلة هذه هيك ما يصيره هيك ما يصيره الآن شو بصير طبعا هذا النص الأصلي هذه القصة الأصلية طبعا باختصار شو بصير بصير بعض الرواة يبرر ويتهم وقل لك خرج رجل من مصر يريد أن يشتهر ويعلو شأنه وما بعرف إيش وبصير يدرج كلام من عنده حتى يبرر القصة يعني حتى يجد تبرير لفعل عمر الخطاب فبصير يدرج كلام بصير يبرر يفسر فالبروي الذي يسمع الرواية يظن أن هذه المدرجات من نفس القصة أنه كان فعلا كان رجل يريد أن يشتهر ويعلو شأنه لكن لا لو كان يريد أن يشتهر ويعلو شأنه وفي قلبه غش كان أنكر أي إنسان زي ما يقولوا فيه العرأس بطحة بحاس عليها إذا أنت إنسان يعني بدك ما عندك صدق نية تنكر بس لأنه عنده إنكار بكون عارف حاله غلطان لكن هذا الرجل جاء مع عمر العاص وفعلا طرح على عمر الأسئلة قال له أنا بدي أجوبه فالمهم صارت أنه أول رواية أول نص عمل معي هذه الفلاشة هذه الشرارة القدحة في الدماغ أنه يريد أن يتردى من شواهق الجبال نعم طب وهو يقول لك يعني يعني يأسم الرحمة الله وما يأسم الرحمة الله إلا القوم الكافرين أو القوم الكافرون في سورة يوسف فكيف هذه كيف هذه أطرح السؤال وصارت جدليات بين أن مشايخ لا حالين صحيح وبيتك تسلم وأنا أقولهم لا البخاري وأقولكم البخاري كله كافر فيه لأجلكم أنا هذا كنت في العمرة كنت في عمرة كنت في مكة وبعد ما خلصت العمرة وخلصت المناسك كل شيء وصارت جدليات ويعني صار حتى يعني صارت مشاكل بين أنه مجموعة من الناس أنه هذا أقول لك هذا البخاري أقولهم إلا عن أبو البخاري الأولاني فلاحظ أنت كيف أنا أقولهم أنا أقارن يعني مين البخاري مع الرسول هيك كإنسان مؤمن كإنسان محمدي أنه أنا بعرف محمد يعني هو بقولك بالقرآن اليأس من رحمة الله كفر وهو يأس رحمة الله روح ينتحر وقتل النفس قتل النفس يقتل نفسه فصارت الجدليات أنه لا البخاري إمام الدنيا والبخاري وأن أنت تتحدث عن البخاري قلت لهم أنا لعنى أبو البخاري عكل وحد بخاري من أساسه نراسه هو حل عني احكوا بتكون تحكوها عني فكانت لشغلة الموضوع بدأت في هذا الحديث هذا النص ثم تدرج نص آخر موضوع الرؤية رؤية الله يوم القيامة وهذه قصة لا حالها قصة في صحيح مسلم أنه يوم القيامة يعرض الله على الناس فيعرض الناس أمامه الذي عبد الوثن والذي عبد القمر والذي عبد الكواكب والذي عبد الأوثان والذي عبد الناس إلى آخر والذي عبد الفرج فيجمعهم أمامه فيأتيهم على الصورة ركز هذا في صحيح مسلم فيأتيهم الله على الصورة التي كانوا لا يعرفونها أنا ما بذكر النص كامل لكن بعطيك أنا لبعض الألفاظ النص قال جاء الله على الصورة التي كانوا لا يعرفونها فيقول مان أنت؟ أعوذ بالله منك نحن لابثونا هنا حتى يأتينا ربنا قال فيذهب ثم يرجع على الصورة التي كانوا يعرفونها فيقول أنت ربنا فيتجلى لهم يضحك في رواية يتجلى لهم يضحك حتى تبدو لهواته وأسنانه هذا مين؟ الله يعني يأكل حتى الأسنان؟ نعم في اللفظة هي في مسند أبو عوانة اللفظة مسند أبو عوانة مستخرج على صحيح مسلم الإمام أبو عوانة أثبت اللفظة الإمام مسلم أسقطها لاحظ كمان لاحظ أن الروايات كمان بصيروا تصرفوا بالروايات بصيروا يسقطوا الروايات ما بتعجبهم يعني ما بتصيغوها بسقطوها طيب هي رواية جاية من عند اللي خلف شيخك مو شيخك منتدلش تسقطها فهو يسقط اللفظة ما بتعجبه بسقطها الإمام مسلم أسقطها الإمام أبو عوانة صاحب المسند مسند أبو عوانة مسترجع صحيح مسلم قال لا بردش على إمام مسلم ولا مليون إمام مسلم باثبتها وأثبتها ضحك تجلى حتى يضحك يضحك حتى تبدو لهواته وأسنانه السلفية يثبت الآن يثبت لله الصورة وأنه له إيدين وله رجلين وأصابع وكفه وجهه وقبله ودبر وأنه ينزل ويطلع ويخرج ويأتي ويذهب ويضحك وله أسنان وله لهوات حتى اللي جاءت بالنصوص يثبتوها بأنه هذا هو الله فهذه بعض النصوص ونصوص أخرى كثيرة كنت أقرأها وتعرف عليها وأتفاجأ فيها بلشت يعني تحرك معاي تنفض الغبار اللي على ذهني فكثير من النصوص كثير من أشياء كثير من المنطق خلص الواحد بكون حاضر عنده حاضر العقل والذوق الذوق المباشر الفطري يعني شيء أنت مباشر أنت لما بيبدأ معاك تشيل أو تزيح القداسة القداسة المشكلة نحن في القداسة تقديس الشيء خلص تقدست الشيء ما بتستجري تحكي معا ما تستجري تماقشو أو أنك تعترض أو أنك مثلا تستفسر أو تسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي قرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشأن تبدأ لكم تسؤكم اللي هي من المعفيات يعني خلص أسقتوا عنها لما يجي النص يبين لكم يا حلال أو حرام خلص أما الشيء ما بتعرفوه له حلال أو حرام خلص تسألوش تسألوش عنه فهو من المعفيات المعنى يعني ويسألونك عن الروح قلوا الروح من أمر ربي ماتوا من علم القليلة يا سلام هذا جواب فالمهم يعني الآن ببدأ مع الإنسان يعني أنا برصح اللي بسمعني يعني إذا بسمعوا بقبل قلوا نصيحة من المخالفين وغير المخالفين بتكفرني بتسبني وتشتمني روح قرأ اقرأ في الصحيح البخاري عندك الصحيح البخاري موجود فيه نسخ قديمة مش غالية الآن تستطيع أن تقرأ الصحيح البخاري عن الانترنت كتب إلكترونية نزل كتب إلكترونية وإقرأ وشوف شوف النصوص فكانت كثير أشياء كثير من النصوص تأتيني يعني أو أقرأها تصدمني فأنا صراحة يعني أقول لك إنه الشيء اللي عالجني اللي داواني الصدمة صدمة النصوص اللي كنت أتعرف على النصوص وأقرأها هي تصدمني فأصير أسأل أطرح الأسئلة الأجوبة اللي تجيني أجوبة مش مقنعة مش ما تشعر بك يعني ما ترتاح ما تكون مرتاح فيها فما كنت يعني غالبا غير بدايات ما كنت أكثير أخوض نقاشات حول هذه الأمور لأنه لما أسأل عن الحديث بشرح لي بشرح لي بطريقة إنه نفهم كما فهمها السلف 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 الصالح أمروها كما هي بدون الخوض بها بدون أن يطرحوا أي سؤال بها الصحابة من الأفهم أنت ولا الصحابة طبعا الصحابة هل الصحابة خاضوا فيها هل الصحابة ناقشوها هل طرحوا على النبي أنت بتعمل زي واحد اسمه الأصيبيغي من عسل وحقك يا جان وحقك وأحلف وأني صادق كل ما أطرح سؤال على حديث يقول لك أنت في واحد سبقك في زمن عمر الخطاب اسمه الأصيبيغي من عسل بس هذاك سيدنا عمر الخطاب على جدواه دير بالك يخلف تكون واحد منه هذه كانت أكثر بأجوبة كانت رحوا يعني أطلقاها من الآخرين للأسف الشديد أخي خلف يعني هي ما عندهم سلاح غير التخويف والإرهاب حتى خلوا الناس يؤمنوا يقدسوا ومو يؤمنوا تسليم تسليم يعني ممنوع يعني ما تخوض مش ممنوع المشكلة أنه المشكلة يعني المفهوم عندما حكيتك أنا في بدايات اللقاء أنه يعني الخوف الرهبة التصديق المطلق ما تسأل لا تسألش كثير يش تسأل أنت مين أنت تسأل لش تسأل أنت فيه ناس أفهم منك يعني لا يسعك ما وسع السلف لا يسعك ما وسع ابن تيمية مثلا مين أعلم أنت وابن تيمية بقول له ابن تيمية طب لا يسعك ما وسعه يعني كيف يعني أنت ما بتتقبل يتقبله وفي قواعد شرعية تحول بين الإنسان المؤمن أو المسلم وبين طرح السؤال موضوع إذا أنت خالفت مثلاً أنت بذهنك صار معك تفكير معين أمام نص معين أمام مثلاً هذا النص اللي هو يضحك حتى تبدو لهواته وأسنانه ويأتي بالصورة، الله يأتي بالصورة ثم يذهب ويأتي بالصورة أخرى متختلف يعني يتقلب بصورته حربائي زي الحربائي زي بالضبط متقلب يعني له أكثر من شكل يعني له شكل معين له صورة معين ولكن يتقلب بأشكال مختلفة فلما تجي أنت تطرح هذا السؤال كون المنطق مثل ما حكيتك المنطق حاضر المنطق في بداية اللقاء قلتها المنطق حاضر المنطق والتفكير والذوق حاضر أمام الناس أمام الآخرين والرحمة والعدل والإنصاف وكل يعني هذه الأشياء السليقية الفطرية عند الكائن الحي بشكل عام سواء الإنسان أو الحيوان تجدها مباشرة هالفطرة تشتغل دايركت مع الآخرين لكن لما تيجي أمام الدين والنص هذا كله بتعطل ممنوع من أنت تحكي بل النص بيقول لك ثوابت شيء ثابت هذه ثوابت لا يجوز أنك تخالفها من خالف الإجماع كفر بإجماع هذه قاعدة شارعية من خالف الإجماع كفر بإجماع لا يحق لمرئ المسلم أو لا يستباح بمعنى الحديث لا يحق المسلمين أو بمعنى الحديث لا يستبيح دم آخر مسلم آخر إلا في ثلاث فعد ثلاث أشياء منها شق عصى المسلمين أو المفارق للجماعة الطيب الزاني الزاني الطيب وكمان الطيب الزاني وفي الشمل الثانية أو المفارق للجماعة القاتل النفس القاتل النفس بغير نفس كأنه ازاي هيك هو الثالث اللي هي المفارق للجماعة حتى لو كنت مسلم مؤمن وخالفت الجماعة تعدني من فئة الباغية أو من الإنسان منشق التشقع على المسلمين وأنك تفرق بين المسلمين وهذا اللي حدث وهذا الحدث بين الصحابة ارتكزوا ارتكزوا على حروبهم بين بعضهم على هذا الأمر كل فئة وكل فرقة كانت ترى في الفرقة الأخرى أنها هي الخارجة عن الدين فتحارب وتقاتل كل فئة تقاتل أخرى الناس لم تنتبه أنه الحروب اللي حثت بين الصحابة لم تنتهي إلا بالقوة بالغلبة لم تنتهي بحل لم يأتي الإسلام بحل أنه حل المشاكل مثلا أو وجد وجدوا حكم معين أو أنه كان الإسلام هو الفيصل بينهم أو القاضي أو الحكم بينهم لا اللي كان الحكم والفيصل بينهم هي الغلبة والغلبة كانت غالبا لعلي ابن أبي طالب هو كان الغلبة لعلي ابن أبي طالب وبعد إن صارت المشاكل والانقلابات والأساليب الحفر من تحت الأقدام والاغتيالات ودس السم هذا تاريخنا يا سيدي هذا هو تاريخنا بالأسف الشديد تسمع تاريخ تاريخ أسود طيب خلينا بهال مرحلة اللي كدنا نحكي عنا أنت رجل صرت غير مؤمن خلينا نقول وما زلت تخاطب الناس كإمام كيف كنت تخاطب الناس كيف كنت تخاطب الناس كيف كنت تخاطب الناس اللي كان مهو شيئ زي بحكوها خلص بوقع الفاس بالرأس تورطنا بهالورطة وما فيش مجال يعني نخرج منها كن يعني متورط ورطين في هذهك الفترة ورطة الزواج بصراحة وورطة الإمامة والأوقاف حتى في 2013 درست عملت دورة دورتين دورة لتأهيل الخطباء والأئمة والوعاض في مركز تابع للوزارة الأوقاف ومقدسات الإسلامية تسع مواد ندرس تسع مواد فقهية عقيدة ولغة ومستوى أول في التلاوة والتجويد إلى خريفة حصلت على بالنهاية حصلت على تقدير جيد جدا كنت ملحد في ذلك الوقت فاللي بدأ صير أنه أنا ملزم أنا متورط في موضوعه لازم أكمله لازم أمشي فيه ما بقدرش من أين أروح وهذا السن عمري 38 38 39 سنة دخلت على الأربعين ويعني ما فيه هناك في ذلك الدول كما حكينا بداية الكلام إنه إنه ما فيش مجال للإنسان إنه يطور نفسه فصورت أنا يعني بالخطة بالجمعة وبالدروس ما أركز على الأشياء الخلافية يعني الصورت حاول حتى أجمع الناس بمذاهبها وحاول أجمع الناس بأديانها وإنه أركز على المحبة والتسامح وما تنظر للآخر بعنصرية ما تنظر للآخر بكذا صورت أركز على في خطبي ودروسي على الجانب الإنساني وللأسف للأسف غالب اعتمادي كان على النصوص الحديثية الضعيفة يعني حديث يعني أنا كنت مع الصفري في آخر في آخر خمس ست سنين في أيام تدين التزامي انخرط مع التصوف وحبيت حبيت الفلسفة الفلسفة الدينية الفلسفة الدينية وقرأت كتاب حي علم الدين للإمام أبي حامل الغزالي وكتاب رائع جداً فلسفي في الدين رائع جداً وحبيت الموضوع التصوف الروحانيات هذه حبيتها حبيت في محمد شخصيته الإنسان اللي يود الطير يحن على الطير ويحن على الهد فأركزت أنا في تصوفي مع الناس ركزت على هذا الجانب الجانب الإنساني الجانب اللي هو حتى لو كانت المصوص ضعيفة للأسف كنت لما أخطب خطب جمعة وأتحدث على هذا الجانب وأستشهد بالأحاديث الضعيفة أنا أعرف أن حديث ضعيفة يخرج إلى المنبر بعدي شيخ سلفي ويقول يا أيها الناس لا تسمعوا من هذا الشخص هذا يعتمد على النصوص الضعيفة وهو صوفي أشعري وهو متشيع أو من هالكلام ويطعم بالصحر فينفر الناس مني فكانت صراحة آخر فترة آخر أربع سنة أو ثلث سنين من الخطابة والأمامة أثناء الحادي نوع من الكابوس كان كان هم يركبني خاصة موضوع الخطابة يعني يقول موضوع الإمامة يعني بأم في الناس وخلص بأم التراويح بأم فيهم والدعاء والقنوت وأدعيهم يقولوا آمين وأنا ملحد وأنا أقولوا وأقولوا وأمين وأنا جواي أحط تخيل لي وأنا جواه أدعي حاولي كرزي هيك ماذا أريد أن أفكري الجماعة مسكين طب أنا ما أفكري فيه أقول عمل مطلوب مني مكلف بعمل مقابل راتب فأنا كنت أحاول أني أزيح الغبار عن عقول الناس بدون أن أخليهم يلحدوا أو أشكلكهم بالدين أخليهم يعني يبتعدوا عن الفكرة التقليدي في الدين يتقبلوا الآخر يعني يودوا الآخرين يحترموا الآخرين كنت إذا في مشكلة يصير مشكلة في حي معين أو مشكلة بين كنت مثلا أخصص الخطبة في حل المشاكل أو فك النزاع أو يعني بهذا كنت أخصص يعني أركز بخطبي على حل المشاكل على الجانب الإنساني ما أركز في التشكيك في الدين أو كذا لأنه صراحة يعني أنا ما بدي مش من نوعية لأستغل مكانتي إني مثلا يعني موضوع نشاطي كملحد على الفيسبوك كان شيء والشيء أنا المكلف فيه مقابر راتب شيء أنا لازم أأدي الشيء المكلف فيه على أكمل وجه بدون ما آجي أنا أستغل هذا الموقف تمام فأخذ راتبي مقابل هذا الكلام كنت أخذ راتبي وكنت أقيم في الناس بالتراويح وبالصلوات الخمس لكن يعني شعوري كنت ما كنت أشعر بسعادة أبدا يعني كنت يعني أتمنى أني أجد وظيفة أخرى وأتخلص من هذه الوظيفة ولكن يعني كان وضعي لا يسمح لي وزواجي وعلي ديون لما تزوجت كان علي ديون أكثر من سبع آلاف دينار أردني طبعا تقول سبع آلاف دينار أردني وراتبي راتبي من الأوقاف كنت أتقاضا تقريبا مئة وثمانين تسعين دينار فيعني إيش بدوا أن أهدين فيعني اللي كان اللي يلزمني اللي ألزمني بالأوقاف هي بالأساس الحاجة المادية المادة وما في بديل ما في بديل و بس يعني هي اللي الخلاني يعني ألتزم بالأوقاف اللحي المادية ما في بديل يعني كان بس أكيد أكيد طيبة في خلفي يعني الوقت لصرت ملحد وتأكد تماما أنه الدين الإسلامي هو خرافي هل حاولت يعني أنه تبحث بديانات تانية مثلا نسيحية غير مسيحية يعني أنه عسى والعلى أنه مثل نقول الغريب بتعلى بيع الشاي عسى والعلى لا أخف بالنسبة إلي أنا بالنسبة إلي أنا وجدت إنه طبعا القراءة في دوسي إحنا بسميها دوسي إنك تصور كتاب تصور كتاب وتكبسوا هيك التصوير كارستاتيكي مش كتاب أصلي يعني الكتاب لعبدالله القصيمي النجدي المفكر السعودي عبدالله القصيمي النجدي قرأت له كتاب كمياء العالم أو الكون يحاكم الإله إيش زي هيك ذكر كتاب بس مرة وحد قرأته قلب كياني قلب كياني قلب كياني كموضوع نفى موضوع الدين كله يعني أعطاني صورة عن الدين بطريق يعني أنه يعني فكرة الدين سخيفة جدا تافة جدا فممكن لو لم أقرأ يمكن لو لم أقرأ هذا يعني هذا كتاب ممكن إني كنت لازلت بحاجة إني أبحث عن دين اللي أجد فيه هي حاجتي الروحانية أو شيء مثلا ألقي همومي ومشاكلي عليه وأحاول إني مثلا أصبر نفسي وإلى آخري ممكن لكن أنا كخلف ما أظن يعني كفكر خلف عقلية خلف يوسف ما ظنيت حتى لو لم أقرأ يعني كتاب عبدالله القصيمي النجدي ما كنت إني أبحث عن أي دين آخر لأنه حتى لو مسيحية مثلا وكنت يعني بعرف المسيحية بشو بعتقده إذا أنا كمسلم وقلك لا إله إلا الله لم أقتنع يعني بالإسلام وتركت الإسلام فهل سوف أقتنع بأنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد الأب والاب والابن والروح القدس بقول لك هذا الأب شخصية والابن شخصية والروح القدس شخصية بقول لك بس ولكنهم شخصية واحدة فواحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد عند المسيحية عرفت كيف؟ فهذه يعني بدأ أترك الإسلام أروح على واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد فهي الشغلة يعني هي الموضوع الدين كله في أثناء تركي الإسلام تركي الإسلام نقضي الإسلام جعلني ناقد الدين كله من أساس إنه هذا الدين كلهم يعني مش مظبوط يعني عرفت كيف؟ فأنا لا أجد نفسي بحاجة ممكن إنه زي ما حكيت لك مشاكل الإنسان وحاجة الإنسان إلى عنده مشاكل كثيرة يعاني منها في حياته لا يستطيع أن يحل مشاكله بالطريقة العلمية بطريقة المنطقية واحد زائد واحد ساوي اثنين فيلجأ إلى أسلوب اللي هو الخارق العادة إنه يعني شيء آمل على أمل إنه هذه القوى العظيمة مثلاً أو الله أو الرب أو الخالق إنه يوفقني أو يحل مشاكلي أو يشفيني أو أنه يعني من هذا القبيل يعني أنه خلص مشاكل عنده مشاكل الإنسان يجد أنه الأفضل حل إلها أنه يلجأ إلى التخدير أسلوب التخدير التخدير الروحاني بسموه إقرأ مثلاً السورة مثلاً سورة الواقعة تنجيك من الفقر إقرأ سورة ياسين تنجيك من الهم إقرأ سورة الآية الكرسي تجلب لك الرزق إقرأ مثلاً إدعو الدعاء الفلاني الله بعض وفقك للرزق ووفقك للعلم ووفقك للذكاء ومن كلام هذا إقرأ سورة الفاتحة خمس مرات بيشفيك من السرطان الآن فن جديد هذا المطالع من هذه الأيام سبه لأبو لهب سبه لأبو لهب كم مرة بشان تشفهم السرطان رحمة الله عبو لهب رحمة الله عبو لهب رحمة الله عبو لهب بصير ملك بصير وزير أو بصير أمير أو بصير حكيتها في فيديو عن أن أساس الدين جاء بسبب الحاجة حاجة الإنسان للشيء معين والإنسان في الناس آخرين استغلوا هذه الحاجة وتكرسوها سخروها لأنفسهم ولغايات شخصية بكل تأكيد بكل تأكيد أخي خلف أخي خلف خلينا نقول مين هو خلف المؤمن وخلف الملحد شو الفوارك شو شو الراحة النفسية خلينا نقول كثير يقولون أنه إذا كنت مؤمن يكون نفسيتك مرتاحة أكتر مطمن أكتر شو الفوارك اللي شفتها أنت كتجربة من الإيمان إلى الإنحاد يعني فضل كإنسان مؤمن كخلف مؤمن كنت متناقض متناقض مشوش مضطرب كنت بإضافة لموضوع الميول الجنسي والناس تعرف خلف ميول الجنسي إيش وموقف الدين وموقف المتدينين وموقف الناس من المثلية الجنسية وإلى آخرية معني في آخر فترة وجدت تفسير يعني هذا موضوع آخر يعني وجدت تفسير وتأويل في موضوع المثلية الجنسية ولكن الغالبية الغالب على الأمر إنه مدان خلص مثلي مدان حتى لو في تفسير بالدين الإسلامي تجد المسلمين سوف يلجأوا يرفضوا هذا التفسير ويلجأوا لموضوع الإدانة فكنت يعني متناقض بعلاقتي بعلاقاتي الجنسية كنت كانت بعلاقات جنسية مثلية ومتدين وموضوع المذاهب والتشويش والأفكار والضوضاء ضوضاء الاختلافات المذهبية والاختلافات العقائدية بين المسلمين تناقض الوجهين يخرج به إلى الناس لكي يرضي الناس عنه ووجه آخر محتفظ فيه لنفسي يعني حقيقتي في غرفتي بين أربع جدران محجوزة بين أربع جدران حقيقتي بين أربع جدران والكذبة هي المشهورة أو الشيء الكذب هو المشهور والمرئي أمام الناس حاولت الانتحار مرتين حاولت الانتحار مرتين في أول مرة في 93 ثاني مرة في وسط التسعينيات لا أذكر بالضبط متى كانت ولكن يعني طبعا كما هو واضح أمامك إنها فشلت المحاولتين يعني أحياء نور النور مثل ما أقول أنا سعيد كثير إنه فشلت المحاولات أنا ما راح بدي أتطلق لهل مسألت الانتحار بصراحة أنا دعيفة بل كيف المستقبل نحكي فيه ما بعرف يعني أسباب أشياء بس هل أنا عندي تصل من جانو لأخي جانو أخي جانو تفضل تحياتي لك يا حبيبي جانو واللي باي في الكريم الخلف يا هلا طبعا تكترق على مسأل الدينية بس أمدي سؤال شخصي للأخ خلف ما هو حقوق بعد الإلحاد بتضرط هذا المكان بدي يجاوب عليه هلا كنا عم نعم تفضل أخي خلف تفضل طبعا لما حكينا عن موضوع اللي كنا نعاني منه في الموضوع التدين والالتزام وأنه غيرك لازم يفهم بالنيابة عنك وأنه غيرك لازم يفسر بالنيابة عنك وانت يعني لا تسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لموضوع الإلحاد لمصير موضوع الإلحاد مش مذهب زي ما بحكوا الآخرين يعني هذه بالمناسبة هي نتيجة ويعني أستطيع أن أعطيك الموقف خلف ناحية فكرية أغنوستيك يعني الآن أنا لا أدري أغنوستيك يعني هذه الحالة اللي أنا فيها الآن الأسباب اللي كانت الأسباب الرئيسية اللي كانت تسبب لي أو الأشياء اللي كانت تسبب لي للاضطراب والقلق والتشويش والحيرة والتناقض والاضطراب الآن الأسباب هاي صارت بنظري أسباب يعني هي كانت مقدسة وهو الدين بشكل عام ونصوصي الحرام والحلال الآن هذه النصوص تم تجريدها من القداسة بالتالي لما لم تعد تلزمني بالتالي الأشياء اللي كانت سبب لي إياها من الطرابات راحت تشويش راحت التناقض راح الخوف الرعب عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب كذا ضمة القبر ولو نجى من أحد لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ الصحابي ضمة القبر وقد ضم عليه ضمة حتى وجد منها الجهد تقول لك في الحديث الخوف الرعب الخوف من الموت الخوف من الشيء غامض يعني في أشياء غامضة في حياتي كنت أخاف منها لأن الغامض مش خوف الغامض ممكن أنا أبحث أجربه أختبره أبحثه أدرسه فالنتائج تطلع عن النتائج خلاص أطمئن إلها الأشياء اللي ملازات بمرحلة الفرضية أو الغموض أو الغير معروف في المستقبل رح نعرفه طبعا الحالة النفسية راحة راحة نفسية بشكل يعني يمكن صورتي وجهي مظهري شعري نفسه اختلف عما سبب ردود أفعالي على المخالفين لما يجيين الإنسان ويسب ويجتم بالغالب الآن ما برد بطل يعني بطل لاستفزني أي إنسان كنت أستفز بسهولة كنت أستفز بسهولة الآن وضعي يعني مستقر نفسيتي مستقرة الكوابيس الكوابيس كنت أشوفها لو مصلت لكندا أول شهرين كنت أشوفها الكوابيس أول شهر كنت كوابيس باستمراره حتى في السكن المؤقت كنت أسكن فيه اللي كانوا معاي القروب كانوا يصحب الليل ع صوتي وأنا أصرخ الآن هذا كله ما في منه كله راح أبدا أي نعم أنا أحيي بصراحة وأحيي شجعتك أخي خلاط أعطي جانا في عندك أي أسئلة تانية حبيبي؟ لا شكرا حليبي بس تطرق أخي خلاط على موضوع القدسية نعم بدك يتطرق لموضوع القدسية نعم نصحة لكل مسئلين إذا بدك تعرف الحقيقة فقط شيل القدسية وقرأ القرآن كأي كتاب تاني وراح تلاقي نفسك اوتماتيكيا لادي شكرا لكم شكرا لك جانا صحيح 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 كلامه صحيح موضوع القدسية تقديس الأشياء تقديس النصوص تقديس الأشخاص تعطل تعطل التفكير تعطل طرح السؤال تطرح السؤال تبحث لو عن جواب طبعاً الناس بيقولك فكر فكر يعني غالب الناس مش فاهمي أشياء تفكر أنا التفكير أنك تطرح السؤال يكون أمامك السؤال مطروح شيء غامض تطرح السؤال بكل جرأة كون وقح كون وقح في طرح السؤال طبعاً في معنى اتصال بالأخ فيصل اتفضل لك فيصل اه اه بدا سألون اه انت عمرك صباح تشيخ تلوتوا عندي ميول مثلية وعلك تلوت الدين عشان انك تدينت زيادة في الدين او انت شيخ اتعرض لك انا متعرض لك انا عندي ميول مثلية قال لك لأ هذا شيء تبايد عن ربنا ولا تبتعرض عن عن الدين أكثر عشان تعرج المثلية وبعداً انت كيف انا فأمرك الكبير وعد والطويلة ونتم مسلم انو كنتمصت مشاعرك المثلية ومعنك شيء مشاعر ثويئ إلا لونتا إلا زالت طاياً بس كنتمصت لفترة طويلة وأنكت شعورك كراجب مسلم بس شكراً حسب ما فهمت كان صوتا شوي حسب ما فهمت من كلامه أنه هل فعلاً المثلية وميول الجنسي له علاقة له علاقة بالإلحاد مثلاً؟ لا هو كان سؤاله أنه كيف الحدث بعمر متأخر كيف تنمص مشاعرك المثلية لكل هالفترة طويلة هاي وهل مثلاً وجهت الشيخ وقالك تدين بشان تكون مشاعرك المثلية نعم ترضي الله يعني نعم نعم هي قصة صارت معاي أنا بحكيها القصة على سبيل ليست الاستهزاء وليست تفاخر أو شيء يعني أنا يعني عندي يعني حتى لو كنت إنسان ديني وإنسان أغنوستيك أو يعني لا أؤمن بالأديان ونفس الوقت يعني أحترم يعني ما أستخدم أسلوب استهزيء وأسلوب التسخيف وأسلوب الاستفزاز لا أبداً القصة اللي صارت معايك التالي طبعاً أنا ما صار موضوع التناقض التناقضي هو أكثر شيء كان بين ميولي الجنسي وبين تديوني وإنه أنا كنت في ذاك الوقت المفهوم الموضوع اللي أنا بفكر فيه هذا الشيء الأشياء اللي بفكر فيها ونظرتي للذكور وكيف شعوري اتجاه الذكور كان يولد عندي الذنب عقدة الذنب وإنه أنا مذنب دائماً أنا مذنب دائماً هذا اللي بفكر فيه شيطان طبعاً هذا الشيء اللي بصير تفكر فيه أنت دائماً أقول لك هذا هو صوت الشيطان بس هو لقب الصحيح أنه أسئلة يترحى عقلك فلما أنا صرت يعني بالسن لما التزمت بداية التزاماتي كانت في التسعين والتسعين وصرنا نحفي اللحية وندخل بمساجد ونقرأ ونقاش ونحفظ قرآن وإلى آخرين ونجالس المشايخ كان كلما تدينت أكثر كلما زادت عقدة الذنب عندي أكثر فحاولت أني يعني أتخلص من هذا الميول كونه أنا أجد أن هذا الميول أو هذا الشيء اللي بفكر فيه شيء مسخ شيء ملعون شيء مرفوض يجب أن أتخلص مني مش لأني أنا مقتنع لأنه الدين فرض علي لأنه الدين بيقول لي أنت بتعمله هذا حرام اللي بتفكر فيه هذا حرام واللي بتفكر فيه هذا وسوس الشيطان والناس رفضيته والناس فرضت علي أن أفرضه يعني شيء أنا وعيت عليه يعني شيء لم أكتسبه شيء يعني وعيت على هذه الدنيا وهو معي لا أذكر متى آخر مرة يعني أني كنت مثلا غيري الجنس ثم تحولت لا خلص وعيت على هذه الدنيا وأنا على هذه الحالة فلجأت في البداية لشيخ شيخ كان مدرسي استاذ مادة الرياضيات مصري هو درسني رياضيات أربع سنين في المدرسة وكان ملتحي سلفي هو والآن هو معروف شيخ معروف على مستوى الأردن وعا مستوى العالم العربي فروحت على مسجده قررت أروح على مسجده وعلى أمل أنه أجد الحل عنده فصار أنه روحت وزرته وجلست معاه قبيل الصلاة المغرب كان يشرح أظن في ذاك الوقت كان في بداية شرح الرياض الصالحين كتاب الرياض الصالحين الإمام النووي فجالست الشيخ وحكيت له قلت له فيه موضوع مهم عرفني هو قلت له فيه موضوع مهم بدي أحكي معك موضوع خطير وأتمنى تكون صدرك رحب وتتقبل وتفهم مشكلتي موسيقى قالت له حقا لشيخ قلت له وضعي كذا 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 كذلك طبعا وجه الشيخ عبس وصار هذيك اللحظة صراحة لما شفت ردد فعله ندمت اني خبرته قال لي طيب انا بنصحك انك يعني انه هذا وسوسة شيطان طمعا على طول الشيء اللي اجاه حكالي اياه وسوسة شيطان اول تشخيص حكالي اياه مباشرة وما في غيره هذه وسوسة شيطان انت انك انسان ملتزم في بدايات حياتك والشيطان ما بروح على الخمرات ما بروح على بيوته الدعارة ما بروح على المساجد ويمتشر اهل المساجد من مساجدهم هيك الكلام اللي حكى ليه قال انا انصحك انه ان الان في المسجد الان في هذه الليلة اعتكف انت في المسجد من صلاة تسبيح استغفار دعاء واخلص في الدعاء الى الله ولما تروح على البيت يعني التزم بالسنة اكثر كل ما الافكار هاي تجيك التزم بالسنة اكثر طبق سنة اكثر ادي عبادة اكثر صيام نوافل كل ما تصير تفكر بهذا الكلام يعني بهذا الموضوع فاقلت ماشي فاجاء راح ذهب للمؤذن الخادم في ذاك المسجد وقال اخبره وقال لهذا الشاب خليه في المسجد بدي اعتكف في المسجد اعطيه مفاتيح فانا كل فكري انه ان راح اعتكف في المسجد لوحدي وراح يعني انفرد بالله لحالي يعني فبصلي بعد ما صلني العشاء قمت اصلي السنن وصليت تنثلت بعض النوافل يعني صلت اصلي بعض النوافل في اللي هي النافلة اللي هي اخر صلاة سيتها يا رجل الوتر 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 musun صعي وتر التصطبي صلي يعني استني الناس تطلع يعني ابا اصلي للركعات وابا اغز بها الركعات انا بنطح بها الركعات وبأستني الناس تطلع حتى يعني اصفي ذهني فبصلي بسلم أنا على اليساري بطلع عيني بطلع اللي هو فيه بعد ما فضلت الناس اللي هو فيه واحد قاعد شيخ ملتحي يعني شاب هو يعني بزيدني على أربع خمس سنين بزيد لعمري وبطلع حوالي بعد ما سلمت بطلع حوالي ما فيش غيره بس قاعدت أنا جلست أستنى اللي حتى يطلع ما طلعش طلعت هالناس سكرت هالباب طلع واجا وجلس سلام عليكم وعليكم السلام قال انت اسمك خالق قلت له اهلا وسهلا قال انا انت تعرفني قلت له اهلا انت فلان قال انا والله الشيخ حكالي هيك هيك مشكلتك انا ما قال لي هيك شع الراس وقف قلت شو هاد مفروض انه يعني مفروض هذا اول شيء اول مصيبة سواها صراحة اول مصيبة سواها انه أخبر واحد مفروض ان كلام السر بينه وبينك لماذا تروح تحكي لهذا فصارت الجلسة بجلس معي صار يذكر فيه الله ورسوله وكذا والاسلام والدين ووسوط الشيطان وكيف انه الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم ومن الكلام هذا بعدين صار يطرح علي اسئلة اسئلة شخصية يعني في الموضوع الميولي يعني بايش بتفكر كيف بتفكر شو بتخيل حالك طبعا انا بحكي بجاوب اجوبة بتحفظ وبإحراج وخجل وإلى آخرية فصار هو يطلب بني اكثر تفصيلات اكثر قال لي انت حكي معي وكأنا كنت تحكي مع انسان برا يعني بدي افهم بدي افهم بالضبط شو بتفكر فصرت احكيه معه بالتفصيل قال لي نمت مع ناس عملت مرس جنس مثلي مع ناس قلت له نعم قال لي كيف وين وليش وكيف صار ومن هالكلام فصرت احكيه بالتفصيل انا اوف افصل له وش كيف عملنا وكيف سوينا وهذا فتطور الموضوع تطور الموضوع صار في تحرش من الشب في تحرش جنسي يعني تحرش فتطور الموضوع تطور حتى انتهت القصة في اتصال جنسي في المسجد في المسجد انا اكرر انا اقول هالقصة اكثر من مرة قلت اكثر مرة اقولها مش من باب التفاخر او من باب والله نوع من الاستجلاب لا لانه حتى احط ايدي على الجرح انه انت يعني جيت شخصت لحالتي و لا زالوا بشخصه الحالي لحد الان انه وسوس شيطان و لازم تتقي الله و لازم ترجع الى الله و انت كنت شيخ و كنت من عارف من هالقصص انتهت الموضوع و يعني قصة طويلة صارت انه اغتسلنا نزلنا اغتسلنا كيف اغتسلنا كيف صلينا كيف ما بعرفش وتبين انه هو الشخص نفسه هذا كان جاء في الصادق جاي للشيخ نفسه و حاكي له قصته انه بيعاني نفس المشكلة و بنفس الميون و نصحه الشيخ بالزواج و راح تزوج و تورط بالزواج و قال انا لا زلت على ما انا علي لم تغير شي ولا شي و اجيت انا مجيت سألتك انا هل اسئل التفاصيل هذه حتى اشوف انه فعلا انت بتشعب باللي يشعب فيه ولا لا و تبين انه انا و اياك نفس الكفة و راح الرجل راح و ما شفته طبعا راحت هذه القصة و بعدها المسجد هذا نفس المسجد ما زلته ما فلته يعني حكوت لما كنت في الاردن اروح امر المنطقة كلها اللي هو فيها يعني لما امر منها اشعر بكل كآبة الدنيا نزلت على راسي فتجربة تجربة لازلت اقولها مريرة يعني وتجربة لا اتمنى انها تتكرر فكانت هذه تجربتي بناحية كميول بالنسبة للدين و للمشايخ شو نصحوني و شو اخبروني فيما بعد لجأت لأخصائي النفسيين و برضو ما استفدت يعني كان عبارة عن يعني عبارة عن تجارب زي عبارة عن الشيء زي الرفع عتب يعني انت جيت زرتني خلاص رفع عتب بيعطيك هالوصوة و طبعا صراحة يعني الحبوب او الادوية اللي كانت اعطوني اياها كانت سبب لي هالوصة نوع من هالوصة ما كملتها و كبيتها و ما عدت يا خلاص يعني استسلمت لوضعي و لبؤسي و لحزني و لتناقضي و هلا حتى بلش الفكر عندي تنور يعني مخي تنور و بنفس الوقت بنفس الوقت يعني اجد تفسير اجد تفسير بالمثلية بالنسبة للإسلامي يعني و علاقة الإسلام بالمثلية و عشت آخر فترة بإيماني كبين إيماني وبين ميولي استلحت يعني بفترة بتقريبا سنة سنة و نص استلحت استطعت ان اصطلح مع نفسي و مع ديني تديني فموضوع الميول ميول جنسي ليس له اي علاقة في موضوع الفكر الان فيه الان انه انا سبب الميول الجنسي لا فيه ائمة الان فيه ائمة مشهورين الشيخ محمد زاهد لودفيك الشيخ المثلي الجنس من أصول جزائرية مقيم في فرنسا فتح اول مسجد المثليين في فرنسا وهو صديق الى على الفيسبوك وتحدث معه اكثر مرة وفيه صديق اخر امريكي الشيخ ضيائي عبدالله شيخ مثلي الجنس وهو امام مسجد وكذا في كذا شخصية بالعالم موجودين الان مشايخ معلنين مثليتهم ملتزمين بدينهم ما عندهم مشكلة ابدا فما المثلي الجنسي ليس علاقة في الحديد نعم اكيد اكيد اخي طب اخي فستا رجع التصرفين مرتانية اتفضل اخي اهه على ها انا نصديق او كذا تعمل اوكي كذا تعمل لو انت وتصغير تارف بغداية وتصغير يعني انه ملا تستن ولو انقارك عن يثلي بغداية انه كان ممكن مساءه ادك وتصغيره اول لا ما لو الخامسا الله اشتارش لكن انا كنت تعرف العقل انقل في الفرنسيه عن الينجيزي انقارك مثلا في المصطات الإنجيزي حدد مسجلة اكيد اصلا لو انت صغير اردت عن اه دا وانا بس اشترك محبوس انو باللغة وبعدك بالعربي وانو عارج وبدأ اخدينها اللي شيورو عاملين عاملين فاولي والموضوع اللات وحالة ومسير تشروع. تمام تمام اكسي كاسر شكرا كتير لك. اه هي فكرت انو يعني بما انو اللغة العربية عغلبك كلها ديانة وتعرف انت ثقافة العربية يعني باللغة العربية معبر عن يعني سقافة العربية. هو اصدقك انت تعرف دغوة انجليزية مثلا تقرأ اشياء علمية عن المسلمية جنسية. اه نعم نعم هو اللي صار انو الحل عند المسلمين دائما ممنوع يعني انت بدك تعرف مثلا انا يعني كخلف وكمثلي الجنس وانا واحد من الملايين موجودين الان في علامنا العربي. يظن كل واحد كل انسان منهم الان يظن انو هو الوحيد في العالم انو هو الوحيد اللي وحيد اللي بيشعر بهذا الشعور. تعتيم اعلامي حتى بالافلام الامريكية لما يلفظوا كلمة غي بترجموها على ايش غريب الاطوار او منحرف او شاد او غير طبيعي او ما بعرف ايش. طبعا انت لما تجيك هالفتر جما هذي ما بتفهم ايش معنى غي ومين هو هذا شو هو الغي هذا. فظليت انا ظليت بحالة بالحالة اللا معلومة لا عرف شي عن طبيعة ميولي وشو ايش هو ميولي وشو هو هذا اللي بشعر فيه الى ان فتحت اول حساب فيسبوك او قبل ما افتح حساب فيسبوك او وصلنا الانترنت في بيتنا في الالفين وتسعة لما اطيحت لي الفرصة اني ابحث بحثت بحثت عن المثيل الجنسية بهذا اللفظ انا شاد جنسي فما هو الحل ما الحل بحثت في الجوجل على تحت هذا العنوان فخرجت عندي خرجت عندي النتائج بالمئات طبعا المشاعر كانت مختلطة عندي بين الحزن والصدمة وربما الفرحة والراحة شعرت نوع من الراحة انه انا مش لحالي ووجدت انه فيه ناس مشتركين معي بنفس الهم مشتركين معي بنفس المشكلة وانه ممكن انا اجد عندهم حل اني احكي معهم واني افتح الموضوع لأول مرة في حياتي افتحه مع انسان غير مع الشيخ يعني الموضوع اللي فتحت مع الشيخ كانت مأساة دمرتني بالمرة يعني اني راح افتح الموضوع مع انسان باسلوب سينجيب احكي وانا انت احكي انت فضفض وانا فضفض بهذا الكلام يعني بهذا الاسلوب فصرت شوي شوي اتعرف على المصطلح بدل الموضوع الشاذ واللوطي صرت مكان مصطلح اللي هو مثلية الجنسية بعدين صرت اني قرأ في ويكيبيديا موسوع الحرة بعد هيك صرت اتعرف تحت فيسبوك وصرت اضيف ناس عندي على الصفحة وصرت احكي معهم يحكوا معي واتناقش معهم وتبينت انه انا من واحد من الناس في ذاك الوقت اني مسبوق مسبوق يعني بتطلعوا له في جروبات المثليين وفي صفحات المثليين وفي اول مجلة مجلة مايك كالي مجلة مايك كالي للمثلية الجنسية اول مجلة الكترونية تصدر بالاردن ومتعنا بمجتمع الالجي بي تي والمثليين الجنسية واللي اسسها شاب اسمه خالد موجه له تحية اذا بشوف الفيديو وهذا الشاب خالد هو اللي الهمني هو اللي شجعني يعني هو اللي اللي اخرجني من اللي انا فيه وشجعني اني اعمل صفحة فيسبوك وشجعني اني اعلن واني احكي واني اناقش واني اجادر وإلى آخرية فكانت يعني كانت متأخرة يعني انا كانت جدا جدا متأخرة موضوع اني اتعرف على طبيعة ويولي كانت بعد سن ثمانية وثلاثين سنة بيقول المثل يعني ان تفضل تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي يعني الاسعب الشديد هو مجتمعنا بظلم كثير ناس خلفة في انا لاحظ شغلي عم بتقول ميولة جنسية يعني ميولة كاني شغلي انا بسميها طبيعة جنسية يعني هي طبيعة عشكل طبيعي عشكل ناشكال الجمس الطبيعي اللي ليست انا اميل لها المسألة هاي او اميل لها المسألة هاي طبيعي يعني انا فلاحظت انك عم بتقول الميول وصباح انا بتاسألك ازال هاي الميول هاي لغيتها من المرخة كله لسه مرة ثانية اخر سؤال قصدي لسه انت بتعتبها ميول ولا بتعتبها طبيعة أهل يقفتها بص甜 друзья هوا هوا هي طبيعة وميول يعني يعني كلمتين مترادفتين يعني كلمتين مع بعض يعني عشكل مع بعض يعني ما بتنقل تنافع هذو لانه يعني هو مصطلح مصطلح يعني بعرفك مصطلح مش بيميزك مصطلح لا يميزك على الآخر لا يميز ولكن يعرف كونه يعني الآن الناس تجهل في الموضوع بقول لك أنا أنا إنسان غيري الجنس إذا أنا طبيعي لا هو أنت مش طبيعة هذا أنت ميولك هيك الجنسي يعني ميولك الجنسي مولود عليه أنت مولود عليه هذا الموضوع لم يكن لك أي خيار أنت كإنسان بتحب أو بتميل بالجنس للجنس الآخر أنت هذا شيء مولود عليه شيء مخلوق إذا صح نصح نسميه مخلوق شيء مخلوق عليه أنت لم يكن لك أي يدبي ليس له علاقة بالتدين أو بعدم التدين ليس له علاقة بالأخلاق أو بعدم الأخلاق ليس له علاقة بالتربية ليس له علاقة بأي شيء من القيم أو الأخلاق هذا شيء ميول جنسي تولد طبيعة تولد عليها ميول جنسي طبيعة تولد عليها تخلق عليها وطبعاً موضوع موجود بحث فيه لإمام قال الإمام بعدنا بسيارة الأم بحث فيه للعالم العالم كينزي عالم أحياء أمريكي معروف وإله جدول بيقسم فيه الميول الجنسي بين الغيري وبين المثلية فتجد أنه فيه بين الغيرية الجنسية والمثلية الجنسية أنواع يعني إحنا الناس تقولب حالها وتقولب تجعل نفسها في قوالب يا أما أبيض يا أما أسود يا أما أبيض يا أما أسود أما غير هيك فأنت شاذ أنت منبوذ أنت غير طبيعي لكن الطبيعة متنوعة متنوعة بألوان الطيف بألوان الطيف وكل لون له درجات الميول الجنسي هو نوع من أنواع الطبيعة موجود عند الكائنات كلها بشكل عام وهي درجات الغيرية الجنسية والمثلية الجنسية نوعين من أنواع الجنسانية أو هويتين جنسيتين ما بين هذه الهوية وهذه الهوية فيه هويات فيه أنواع هويات لا تستطيع أن تقولبها فيه قوالب فهذا الذي خرج بها العالم كنزي والعلماء الآخرين ووضع حد للقولبة يعني ولكن لا زالت الناس بسبب الدين أهم شيء بسبب الدين تقولب الناس بخوالب محددة أينعم أكيد أكيد طيب خلينا ناخد شيء تأسير من اليوتيوب وتعليقات الأصدقاء في الأخ محمد الفضل عم يقول سلام أخ جام وتحياتي إلى ضيفك الكريم ممكن تسأله عن مدى انتشار مراكز الإسلامية في كندا وهل يتوقع ظهور جيل إرهابي كندي مثل ما حدث في أوروبا؟ بالأسف خلينا أحكيها للأسف إنه في طبعا فيه يعني كنت فيه كم قبل يوم أو يومين كنت مع صديقتي شاي من الجزائر مقيمة في أمريكا الآن هي على قناتها تشرفت فيه مقابلة محها على قناتها اليوتيوب وذكرنا موضوع الاندماج تطرقنا لهذا الموضوع نعم في كندا يأتي الإنسان المسلم يأتي الإنسان المسلم ومعاه يحمل تعاليم الإسلام وتطرفه والمشاكل الطائفية أنا في تجاربي هون من خلال اختلاطي مع بعض الوافدين يوافد عراقي اسمه أبو عمر في مركز إسلامي موجود في فانكوبر لم رح تزرته طلب رح تزرته كطلب للمساعدة يعني هو المصح والتوجيه فكان إنه صار يعطيني زي توجيهات دينية يعني أول شيء قال لي فيه مراكز إسلامية للصوفية فيه مراكز إسلامية صوفية وفيه للشيعة وفيه للإباضية وفيه للزيدية وفيه للمراكز للقاديانية وفيه مراكز هذه المراكز الفلانية أنصحك ما تروح لها وفيه مراكز الفلانية الفلانية هذه أنصحك تروح لها طبعاً هو بالضبط فهو يعني العقلية موجودة التطرف والطائفية موجودة وأضف على ذلك المراجع اللي بيعتمدها مراجع السلفية السلفية الوهابية السلفية الحنبلية يعني الرجل الحنبلي حنبلي الهوى ومذهبه يعني سلفي وعنده كتب موجودة في مكتبه مترجمة يعني العجيب مترجمة استغربت أنا كتب لابن تيمية وبعض الرسائل أو مقتبسات من كتب ابن تيمية مترجمة للغة الإنجليزية وبعض الكتب العقائد أيضاً مترجمة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وجدت في المركز وافدين يعني ناس يفدوا وناس يرتادوا أو رواد يعني رواد المسجد ومن الأسف يعني وجدت من النفس الكراديين يعني دخلوا بالإسلام وبدخلوا بالإسلام ويرتادوا هاي المساجد وهذه المراكز نعم في مراكز كثيرة في مساجد كثيرة وجدت مساجد تركية مساجد إيرانية مساجد عربية مساجد هندية مساجد أفغانية مساجد باكستانية ويعني موجود يعني الشيء اللي تسأل عنه موجود موجود وبس الخوف أنه هل يوجد خوف؟ أنا كخلف نعم في ظل هذا الانتقال العشرات الآلاف الآن من دولنا العربية خصوصا من عراق ومن سوريا إلى دول أوروبا والغرب أظن أنه يوم الأيام رح نتفاجأ هي ناحية أمنية في تشديد أمني في تشديد أمني وفي رقابة وفي شيء يعني ممنوع مسموح من ناحية الدين يعني التديون ولكن يعني حسب البشوف وبسمعه لما اختلط في الناس وأناقشهم وأحاورهم لما أسمع من الناس شو بتحكي وإيش مواقفها يعني لا تستغرب من يوم الأيام يطلع لك واحد مجاهد في سبيل الله ويخش معاها الإسلاح ويرش هالناس هون أو هناك يخش له على بارة ويخش له على ملها ليلي ويعمل أنا أتمنى أنه ما يحدث التخوف موجود التخوف موجود ولكن أتمنى أنه ما يحدث أتمنى أكيد ونحن نتمنى وأنا متأكد يعني هو الصحيح راح تصير مشاكل ولكن يعني أنا أمن كبير أنه الناس تفهم وتلعى وتلعى المأذب التاريخي اللي نحن فيه بصراحة يعني في الأخ أنا زال عم بيسأل لو اتكرم تكرنت ومريد لأن أعرف كم من الوقت مضى على بداية البرنامج شكراً أهلا بك بالضيفك المحترم أنا مضع رفزة هي من سبعة عشرين ده هي مضعت شو قصدر الضفزة البرنامج هذا بتصلي تقبيراً ساعتين اللي ربحوا ورحنيني لتحلقة نعم نعم وأسبع لإيطاليا أخي أخي خلف إذا أصدك أن البرنامج شعران من أهمة ببلش وبلش من الشهر التازع السنة الماضية ولكن فعلياً ببلش بعد رأس السنة لما بدأنا نستضيف منحدين في البرنامج فاخترح دال الجوابين يعني وفي السؤال الأخير أنا راح أسألك يا أخي خلفو الأخ الظن ملحد علماني عم بيقول سؤالاً لخلف ما هو أفضل موقع الإلكتروني لتنزيل الكتب الإسلامية وما هي المراجع الأساسية لفهم الإسلام كما هو وشكراً لك يا نبي نجان المحترم ولضيفك الكريم الإمام خلص يضحك بعدها عاشت كندا البلد الحضاري والإنساني الذي حمانا من أهلنا وأوطاننا تحياتنا إلو باقي المشاهدين أنه هو ما في مواقع معينة هو برامج الآن في مواقع في مواقع ما تستطيع أنك تنزل برامج ولكن تستطيع أنك تستخدمها في البحر في بعض المواقع يعني تستطيع أنك تبحث في جملة معينة مثلاً في موضوع معين في حديث تستطيع أن تجد كل شيء ذكي أما الموسوعات في بسموها الموسوعة الشاملة صراحة لحد الآن ما نزلت أنا كنت أستخدمها فيما مضى كسيدي كنت أستخدم الجهازي أشتر السيدي وأنزله في الجهاز وأستخدم الموسوعة الشاملة تحتوي على أكثر من عشر آلاف كتاب من تفاسير وكتب تاريخ كتب فقه كتب الرجال إلى آخره في مواقع والله ما في مختلف بالي موقع معينة ولكن تستطيع أن تبحث تحت اسم تحميل برنامج أو تحميل الموسوعة الشاملة يعني تبطل عندك نتائج والموسوعة يعني موثقة يعني تستطيع تثق فيها يعني مصدر علمي موثوق صح ما في أفضل من الكتب المطبوعة ولكن يعني بتسد الحاجة نعم أخي خافة إذا عندك لعبة مثلا لها ممكن نحطها تحت البيض يعني يعني نحطها تحت البيض الشباب إذا حبوا يرجعونها يحميل نعم رح أعطي بعض المواقع وروابط المواقع وروابط إذا فيه بقدر يحمل تحميل يعني معانها صعوبة لأنه يعني غالبا فيها تجاري الأمر تجاري لازم تشتري يعني لازم تشترك ولازم تشتري ولكن رح أحاول أجد لك يعني روابط لتحميل بعض الكتب اللي أنت بتعتازها يعني هو يشير إذا هو بدي يبعث لك إسم كتاب معين وأنا بعطي روابط لتحميل هذا الكتاب طيب أخي خلف أنا عندي سؤال أخير وأنا آسف كتير عن إطارة الحلقة صراحة يعني فرصة أنك موجود معنا فأنت أخذنا على الإطارة يعني ولا يهمك ولا يهمك بدي رأيك بمستقبل الملحدين ونحن كموجموعة موجودين على الإنترنت وكان الإنترنت فيس بوك هل الحركة اللي صارة بالإنترنت ظهور الملحدين يعني مثل أقوله كمان ناري بالهشين يعني يوصفونا على المهجال الدين يعني بهذا الوصف كهذا برأيك أين يعني شو المستقبل اللي يعني ظلمه فرصة أشكرك أشكرك على السؤال أول شي يعني أنا بداية لما دخلت الإنترنت وعني نسب العظمى من الفضل اللي عندي يعني اللي بالدين في للآخرين هو خلال الفيسبوك والبعض تعرفت على الفيسبوك وكان لهم الفضل بأنهم يعني استاعدوني أكثر بأني يعني أضع حد لموضوع التدين والدين والإيمان وإلى آخرين ولكن هؤلاء للأسف الغالبية منهم اختفوا عن الساحة اللي صار إنه صار موضوع الحاد والملحدين سفاها خلينا أكون واضح وصريح وكلامي رح يكون حاد ويتحملوني زملائي الملحدين والمفكرين صار يتجه الكثير الكثير من الوحيدين لأسلوب الاستفزاز وأسلوب التهكم والسخرية مش أسلوب النقد مش أسلوب إنك تستفز عقليت الآخر مش أسلوب إنك تجلب الآخر وتسمح له وتتحمله لما الآخر يسبك ويشتمك أنا لا أدعي لا أدعي إني إنسان كامل لا أدعي إني أنا أفضل من الآخرين ولكن أنا أحاول يعني قدر استطاعتي إني أكون بالمستوى المطلوب أنا على صفحتي لو لاحظ الجميع على صفحتي لا أطرح أي صورة مستفزة لا أطرح أي موضوع استفزازي أو تهكم أو سخرية ربما بعض المرات استفزني لبعضهم فأطرح أضع الصورة أو كذا فيها نوع من النقد الساخر نقد ولكن ساخر إظهار التناقض ولكن بأسلوب ساخر في البعض من الملحدين يدعي الإلحاد ها أكون صريح يدعي أنه ملحد يدخل من أديان أخرى غير الإسلام يدخل على باسم وهمي ويدعي أنه ملحد وأنه لا دين وفي الحقيقة تجدوا أنه هو مسيحي في الذات مسيحي في يعني يجدوا سخرية 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 وأنا ملحد لا يا أخي ليس شكل إلحاد ليس شكل إلحاد إذا إذا ظل الملحد أو اللادينيين أو المفكرين بهذه الوتيرة أظن راح نستفيد ليس راح نتقدم يجب أن يطرح موضوع الدين كنقد ننقد الدين نقد نقد أن الإنسان الأمامك يصحى يعني مطلوب أنك تصحي الأمامك مش تستفزه تصحي مهمتك أنك تصحي مش تستفزه تستفزه إذا سب شتم تحمل أنت وضعت نفسك في مكان مسؤول بدك تتحمل السب تتحمل الشتم أنا على صفحتي على صفحة اليوتيوب أو على صفحة الخاصة سامح للجميع يعلق يسبوا يشتموا يحكوا لبدهم إياه بدهم يسمعوا وبدك تتحملوا أنا آمل أنه الزملائي الملحدين والمتنورين أنهم يرتقوا في طرحهم يتجرأوا أكثر يعملوا فيديوهات فيديوهات علمية نقد الدين علمياً نقد الدين عقلياً دعوة للتفكير نطرح مثلاً آيات نصوص ونناقشها بفيديوهات مش طرح تطلع صورتك بالصوت مثلاً فيديو أو على اليوتيوب عندك الإنترنت مساحة مساحة السماء حدودها السماء يبتعدوا عن السخرية يبتعدوا عن الاستفزاز ويمشوا بالطريق النهج العلمي النقد علمي نقد أكاديمي يكون نقد أكاديمي فهم أكيد أنا بالنسبة إلي يعني عندي أرى كثير منهم منهجهم سليم مئة بالمئة منهجهم يستقطب الآخرين فبالتالي مستقبلهم مستقبل موضوع الإلحاد بالذات يعني هي مش دعوة يعني مش إنها نوع من يا أما تكون ملحد يا تكون مؤمن ناشحنا موضوع القولة ببرضو وحنا ضد القولة بب على الأقل على الأقل إنك تشجع الآخرين يفلسفوا الدين يغيروا منظورهم من الدين يغيروا فكرهم تجاه الآخرين يتخلصوا من العنصرية من الكراهية من الدموية استبدال العنف بالطرح الأكاديمي بالنقاش بالحوار تسمع من الناس لا تسمع عنهم إلى آخرية فأنا أجد أنه يعني أتمنى أن يكون مستقبلهم مستقبل رائع مستقبل كله علم كله تنوير كله إنسانية كله تعكيد ونتمنى هزل الشي هذا طب أخي خلف بصراحة أنا في عندي سؤال بأخير هو قبل الأخير بدي إياك بدي إياك أتمنه هو آخر يعني آخر مقطع تضمن مع الكلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين برنامج هي مسألة الجهر هل تشجع الملحدين على الجهر بإلحادهم؟ وكلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين برنامج رسالتي رسالة للملحدين كما أخبرت فيها قبل قليل أنه يستخدموا أسلوب النقد أنك تستفز تفكير الآخر أنك تصحي الآخر إذا كنت فعلا غيور وصادق على إنسانية وصادق بديك تنشل الناس من الخرافة أنك تتجه اتجاه النقد أو اتجاه الأكاديمي وتلتزم فيه بالنسبة للجهر للإلحاد طبعا آخر شي إحنا نفكر فيه الضرر آخر شي نفكر فيه الضرر بهمني حياة الإنسان يعني أنت في دولة مثلا لا تتسامح أبدا مع موضوع الإلحاد وممكن تروح ضحية يعني تروح حياتك ضحية لا أنا بالنسبة لي حياتك أهم حياتك أهم أنا بالنسبة لي لا لا مثلا عمر عمر البا طويل هذا مع أني يعني ما بعرفه ما بعرفه كثير يعني على الصفحة يعني من جديد تعرفت عليه يعني لما حدثت اغتياله قتله عرفته مين هو هذا يعني خسارة للكون كله شاب عمره 17 سنة ويحمل عقل هذا العقل وعنده هذا التنوير وهذا الذكاء وهذه العبقرية يروح هيك لأنه كان مجاهر أنا أتمنى من الأخوة أتمنى من الأصدقاء ومن الزملاء أنه نعم أنا أشجع الجهر ولكن ولكن إذا كنت في مكان في مكان في حياتك في خطر لا أنا عندي حياتك أهم ووجودك أهم تكون موجود وتحكي وتطرح ولكن مش تحت اسمك الحقيقي ولا تحت صورتك يعني تكلم وإنشط ولكن لا تجهر لا تجهر حياتك أهم بنسبة للرسالة هذا بنسبة للزملاء أنا بنسبة للناس اللي يسمعونا واللي يتابعوا خلف وغير خلف إحنا همنا أوش موضوع الإلحاد ليست دين وليست أيديولوجيا هي نتيجة ممكن تكون ربوبي ممكن تكون أغنوستيك تكون لا أدري ممكن تكون ملحد الغالبية الساحقة من الناس أغنوستيك هي أغنوستيك أنك أنه أنت يعني موضوع الخالقي نتحدث عن الخالقية ليس عن الإله الخالق وجود الخالق أنا بالنسبة اللي خلف لم يثبت عندي بالدليل القاطع لا يوجد دليل قاطع يثبت أو ينفي وجود خالق أما وجود إله معبود فهذا لا إله أبدا نفيا نفي قاطع لا شك فيه ما تقول 99% و99% لا 100% عندي يقين 100% لا يوجد إله معبود والذي اخترع الإله إنسان قدر اللي اخترع مفهوم الإلهية إنسان أقدر من القدارة فإحنا هدفنا الأسمى هو نزع الحقد والكراهية بين الناس ترتقي الناس بتفكيرها للإبداع للعلم للإنتاج يكون إنسان منتج إنسان مبدع إنسان ينافس الإنسان الآخر بإبداعه بصناعته وليس بمن هو الذي يبقى من الذي يقتل الآخر فأنا بالنسبة لخلف هذا هو هدفي كخلف أنا لست متحدثا بإسم آخرين يعني فلا يظن الناس إنه إحنا مدفوعنا أجر ودائما التشكيك ودائما الشيطانة ودائما إنه إتهام إنه إحنا متهمين وإحنا مدفوعين من الغرب أنا مش بدفوع من الغرب أنا الآن ثمن أشهر راح أشتغل ممكن في مطعم أغسل صحون عشان أكل لغمتي لا في لا راتب ولا إشي فأنا أتمنى أن هالناس تتفهم على الأقل تتفهم موقف الملحدين وموقف الأدريين وهدفهم ونيتهم نعم بصراحة أخي خلف نحنا مدفوعين من الشرقي لو غربي يعني مدفعنا على توصلنا لو غربي يعني ما نهر من الغرب طيب أنا بشكرك كثير أخي خلف وأنا بسعيد بمحاورتك وكثير سعدت يعني بهاللي قال طيبة دا وكان بصراحة بتعرف أنت أنا من أول ما بدأت البرنامج أتصلت فيك وأخي خلف وأخيراً يعني شكراً لظروف اللي سمحت أنه أستضيفك بهالبرنامج هذا المتواضع طبعاً تسلمني يا أخ جانو كان شرف إلي وسعت بلقاء معاك وأتمنى أني ألقاك في لقاء آخر نحكي في موضوع أخر تحياتي إلك تحياتي إلى المتابعين أكيد أخي وأنا بتمنى أشوفك بلقاءات أخرى بصراحة ومواضيع أخرى بفهمك القيم هاد بثقافتك العالية يعني بيستفيد كل الناس منك وأنا أستفيد وكلها بنا نستفيد من بعض بشكرك كثير أخي خلف وشكراً يا أصدقائي إلى اللقاء في حلقة القديمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة